اشتركوا في القناة اللقاء التعليمية ما لم يكن هنا احتياج للقاء التعليمي الرابع على بركة الله كما اخبرتكم سيكون لدينا اللقاء اللقاء التعليمية عن مادة نقود البنوك وهي حقيقة من المواد الجميلة الذين الضريفة مادة لطيفة فعلا ما فيها شعوبة كبيرة وهي فيها غزارة في المعلومات الجديدة البنوك وضائف البنوك المضاعف النقدي الميزانية البنوك فيها اشياء جميلة ان شاء الله ستستمتع بها قدر الامكان وسنحاول قدر الامكان تبسيط الامور كما اخبرناكم المادة اسمها اقتصادية النقود والبنوك تحتوي على خمسة فصول سنحاول قدر الامكان نستغلها بثلاثة دروس او بثلاثة لقاءة تعليمية اذا اراد الله او في صعوبة او شيء استحق اللي عادة ندخل بالدرس الرابع اذا كنت اضطراريا يعني لكن التوقع من التلاثة بتكون كافية ان شاء الله المشتوى الكتابة كما ذكرت لكم هو خمسة فصول الفصل الاول يتكلم عن نقود المفهوم والاهمية والوظائف وانواع الانظمة النقدية يتكلم عن الفصلتين عن الانظمة والقواعد النقدية ثم الفصلتين يتكلم عن البنوك وهم افضل الفصول اوسعها وافضلها يعني يتكلم عن البنوك والاسواق المالية ثم الاقتصاد النقدي اللي هي العرض والطلب النقدي واخيرا النقود والدخل والاسعار وتضحهم هذا هو الفصل الخامس ما يخص سنبدأ اليوم بالفصل الاول والفصل الاول يحتوي على مجموعة من النقاط الرئيسية على محوري الرئيسيين هو اهمية النقود والبنوك في النشاط الاقتصادي وطبيعة النقود وماهيتها وهي قالب نظري بحث الفصل الاول والثاني وجزء من الثائث هي غالبها النظرية سنحاول ان نتطرق لها يعني بحسب ما نرهم همان يعني اول نقطة تتكلم عن اهمية النقود في المجتمع وبعدين النقود ارقى بديل لنظام المقايضة ثم يدخل في اهمية دراسة البنوك هذا يتكلم بالمحور الاول والمحور الثاني هو طبيعة النقود وماهيتها تعريف النقود وتعريف العملية وانواع النقود والتطور التاريخي للنقود في معكم واضح هنا اهداف الفصل ايش الاهداف منه موجودة ايضا بالكتاب خلونا نتكلم اول شي في بداية عن ايش اه نتكلم عن موضوع اهمية النقود في المجتمع ليش النقود قاد في المجتمع ليش ما كان احناش هكذا في غناعنا للمال اه يعني امورنا ما اشي تمام ليش اللي يضطرنا ان يكون في معاه النقود اول شي اه طبعا النقال حطوب يتكرر معكم بالسمرار وهن نفس المعنى او نفس الفكرة يعني اه النقود هي وحدة لقياس القيم يعني لو ما فيه معي نقود ما بقدر اوزن اشياء كم قيمتها او كم سعرها سيكون لديا نظام اخر اسم نظام المقايضة من نظام المقايضة هو يتكلم عن سلعة مقابل سلعة يعني كأنك تقول والله انا باشتري منك مثلا ايش اه مثلا برميل قمح او نقول مثلا طن قمح مقابل قاطرة بترول طيب وبعدين قلت غيرت انا معاشي قاطرة معاشي طن قمح معاشي طن زيت قولك لا طن زيت مثلا اه قاطرة ونوص بترول يعني هذي اذا دخلت بهذه المعمعة لن تستطيع ان تعمل ان تستطيع قياس القيم فجاءت النقود لتحل هذه الامور وهي اصبحت معيار وتعطب عند الجميع ايضا النقود هي مخزلة التروه بالاضافة الى قضية تحتط قياس القيم لو ما كانت النقود موجودة كانوا يحتاجنا لكل سلعة تقريبا عدد كبير من الاثمان او الاوزان يعني على سبيل المثال ايش لما اعمل سعر سلعة مقابل سلعة اخرى كمقايضة في معنا القانون موجود عندكم في الكتاب اللي هو ان في ان نقصة واحد على ايش على اثنين معاتنا نحتاج لو معي سلعتين احتاج مثلا على اقل اربع قيم لو معين مثلا عشر سلعة على اقل مثلا اربعين قيمة تخيلوا معنا مئة سلعة يعني مثلا كم نحتاج ايش القيمة المقايضة كم بتكون يعني هنا جاءت المسألات انه النقود مقياس محد ايضا ايش للجميع ايضا تخيلوا انه كم تعاملوا بدون النقود وتشتطلع مثلا لشركة ميزانية مثلا او للدولة ميزانية ايش بتتقول له مثلا والله معنا في الاصول خمسين كيلو دورة ومعنا في الخصوم كذا كذا ووحد عندنا كذا زيت ووحد عندنا لو هي مايش النقد ايش بتقول انا معي خمسة كيلو زيت سبعة كيلو سكر عشر قطم مثلا دقيق وما الى ذلك فاصبحت ايش ما انتش قادر انك تخزين التروح حقك فعلا لما قات النقود حلت هذه المشكلة ايضا ادات لتسديد لسداد مدفوعات الاجلة لما تتفق معه شخص على تزمات فالنقود هي افضل وسيلة لسداد المدفوعات ايش انه سابقا هو كان اصلا التحكم في الاتصاد او في السوق هو كله فقط يتكلم عن ايش عن المقايضة يعني كيف كان موجود هذا من زمان يعني كيف يجيب لك سلعة وتقيضني بدلها بسلعة اخرى مثلا يجيب لك مواشي وتتقيبلي درة مثلا يجيب لك يعني اي سلعة وتتقيبلي بقبل سلعة اخرى لكن المقايضة ليس مقياسا مناسبا وسهلا لقيم التبادل كما قلنا لما معنا سلعة كثيرة تكون قيم المبادلة او المبادلة كبيرة كبيرة جدا يعني وحصل القون المذكور عندكم في الكتاب الهو انفي النقصة واحد على اثنين صعوبة التوفيق بين رغبات متعاملين يعني اذا ما معاكش نقص ما تروح عنده واحد شي تبادل بينه تقول له مثلا يجيب لك ماشي يجيب لي بدلو قمح وقول لك لا انا ماشي ماشي روز مثلا تقول له بجيب لك روز قول لك لا والله انا شي حاجة ثاني فصعب انك توفق بالرغبات متعاملين النقصة لحل هذه المشكلة ايضا كما ذكرنا سابقا انه النظام المقايضة فشل في اداء وظيفتك كاداء الاختزان القيم والثروة يعني نعرف سابقا نحن تمام ما يخص اختكم تكلبات ندخل بنظام المحاسبي سندخل بنظام المحاسبي هم الفصل ثائث لكن سنمشي سريعا حتى نصل الى الفصل بحيث عارف انه قضية الاساسية تاخذناها بنمشي بشكل سريع بهذا الامر طيب صعوبة فصل النظام المقايضة في اداء وظيفتي كاداء الاختزان القيم والثروة قد نقوم حتى من زمان مثلا كان عندنا في اليمن موجود انه لما اختزان القيم اختزان في هيئات براميل حب او ضراء او ما لذلك فقاءات اختزان القيم والثروة اهمية دراسة البنوك طبعا البنوك وظيفة الرئيسية هي عملية استقبل وداع من المدعين وإقراضها المقترضين فلما اوفق هي على التعامل مع نقطة تأخذه من شخص وقبل شخص اخر هنا تأتي اهمية دراسة البنوك لانه القسر الذي يربط بين الافراد الذين يمتلكون فؤية نقضية وبين الافراد الذين يكون عجزا ماليا ولكن هم يرغبون في القيام بعملية الاستثمار ايضا ترسم البنوك في التأثير في عضل النقود من قلال قدرتها على خلق الاعتمان وهذه من النقطة اللي بنوصل ها ان شاء الله بهذا الدرس عملية خلق الاعتمان وهي اهم وظيفة من مضائف البنوك عملية خلق الاعتمان وكيف تتضاعف النقود والنقاط المهمة جدا اللي لا بد لكم تسعيوها المؤسسة المالية التي تتعمل كوسائي بين المدخير المستثمرين لم تقتصر على البنوك في حسب فقد أدى التطور الاتصادي لدهور المؤسسة المالية كتعمل كوسائي مثل صناديق صناديق الادخار صناديق التأمين صناديق مؤسسة التقاعد وما إلى ذلك طيب طبيعة النقود أهميتها فيها تعارف طبيعة النقود تعارف النظري النقود هي القوة الشرائية المقبولة بواجهة عام في التعامل القوة الشرائية المقبولة بواجهة عام في التعامل هذا هو التعارف النظري أما التعارف الشامل فهو أي شيء يحضر بالقبول العام فيه لها شروط لاحظوا أنه يقول يحضر بالقبول العام يستخدم كواصل التبادل كوحدة للحساب وماخذ القيام وادة تسوية من دفعات الآقلة هذا هو التعريف الشامل لمن؟ للنقود إيش الوظائف الأساسية للنقود؟ في معنى وظائف أساسية في معنى وظائف مشتقة مهم جدا تميزين بينها وتعرفوها وغالبا تتكرر أسئلة مثل هذه يعني أول وظائف الأساسية هنا وظيفة أساسية ووظيفة مشتقتين في وظائف أخرى بنذكرها في سياق هذا الدرس أول شيء معنا الوظائف الأساسي للنقود النقود وسيط في التبادل أو المعاملات هذه الوظيفة الأساسية والوظيفة الأساسية الثانية أنه النقود مقياس للسلع والخدمات هذا نقطة رئيسية لابدوا أن تحفظوها الوظائف الأساسية للنقود أما الوظائف المشتقى للنقود فالنقود مخزل القيم نديتني أداة للشراء فهي مخزل للقيم أيضا وهي أيضا وظيفة مشتقة أخرى أدالة تسوية مدفوعة الآجلة إذن نصبح معنا أربع وظائف أربع وظائف للنقود ثانتين وظائف أساسية وثانتين وظائف مشتقة ولا بدكم تحفظوه مهمة جدا في الإطار النظري غالبا هذا يدخلين في الإطار النظري للاختبار في الغالب في معنى وظائف إضافية غير وظائف الأساسية وظائف مشتقة وظائف الحركية للنقود تؤثر النقود على مقريات وحداث النشاط الإقتصادي واتجاهة النمو الإقتصادي والاستقرار الإقتصادي السياسة النقدية التي تتبعها الدولة الدولة ديها سياسة مالية وسياسة نقدية سياسة نقدية يتحكم بها الباك المركزي وسياسة نقدية هي تقوم على قضية السيولة والنقد فالنقد عبارة عن وظيفة حركية يعني كما نذكر في النقطة الثانية عندكم أنه النقود أصبحت أداء من أدوة السياسة النقدية وعنصر من ناصر إيش الإنتاج وعنصر من ناصر إيش الإنتاج هذه النقطة أيضا مهمات وظائف حركة النقود لكن أهم شيء هي الوظائف الأساسي هو الوظائف المشتقة لا تنسوها هذي من وظائف النقود إيش معنا من مزايا إضافية للنقود مزايا إضافية أول حاجة سيمة القبول العام النقود مقبولة من أي شخص يعني ما ترش عندي إيوحي تقوله مثلا يقبلك 100 دولار وقلك برفضها أو 100 ريال سعودي أو 100 ريالي مني وكذا مقبولة بشكل عام الاستقرار نسبي في قيمة النقود يعني على سبيل مثلا العملات الإجنبية مستقرة في الغالب العملة المحلية تستقر نسبيا ما لم يكن هناك تضخم أو بطالة أو ركوت أو ما إلى ذلك فهو هناك استقرار يحفظ حقوق المواطنين عدا يعني أو أوقات مثلا اللي تحدث فيها إيش إنعطافات خطيرة مثلا في الاقتصاد اللي هو تضخم إلى ذلك أيضا القابلة للتقزئة والانقسام إلى وحدات أصغر هذه من أهم المزايا حق النقود تقدر ضاعفها وتقدر إيش تقسمها إلى وحدات أصغر أيضا التقانس يعني أصبح يشمل النقود تشمل عديد من السلع وليست مثلا تقول والله أنا معي كيلو من مادة وكيلو من مادة وكيلو من مادة أخرى وهكذا أصبح ميزة إضافية من ذلك النقود هي إيش التقانس صغر الحق وسهولة الحمل والنقل وأكيد نطلعين عليه أنه من أهم المزايا للنقود هي صغر الحق وسهولة الحمل والنقل أيضا الاستمرارية وعدم القابلة للتلف بسرعة يعني ما تقبلش تلف بسرعة ما لم تكن معرضة للخطر يعني عن عمد مثلا طيب ندخل بأول شيء هذو كان نقاط مكررة في الغالب لكن الآن هذا تعريف العميل للنقود أو الأسائل العميل للنقود من النقاط المهمة التي غالبا تجيب في الاختبار وفي العادة من أهم النقاط التي هو على الاقتصاديين أو طلاب الاقتصاد أو طلاب العلوم الاجتماعية مثلا أنه يكونوا مضطلعين عليه كيف احتساب النقود كميا أو ما هي مقايس النقود التي هي M1 M2 M3 M4 هذا غالبا مثلا خاصة M1 M2 غالبا هذا تتكرر معكم إلى مستوى رابع وغالبا من الأشياء المهمات يعني أنا الفكرة حق المقايس العملية للنقود أو الترفع من النقود أنا لو أنا مثلا وزير الاقتصاد أو محافظة الباكة المركزية أشعر كمعين نقود في السوق كيف أعرف النقود أيش النقود مثلا تقول لي والله النقود هي الفلوس المقودة اللي معنا أنا معي فلوس في الجيب خلاص هذه النقود حلو هذا الجزء ليش ليش جزء إنه قد يكون معك نقود في البنك مثلا وقد يكون معك شهادة ائتمان قد يكون معك أسهم وسندات قد يكون معك أشياء هي عبارة عن نقود أصلا فبالتالي إيش هنالشهر أحق النقود ما هو الشيء اللي نعتبره أنه نقود فعلا في معنا التفقل الاتصادين على أربعة مقاييس لقياس النقود أول حق المقاييس الضيق للنقود ال-M1 أو نقود التبادل إذن لما نجيل ال-M1 بيكون معنا في سياق المحاضرات القادمة أشياء متعلقة بالمقاييس للنقود لما يعرفنا المقياس الضيق للنقود اللي هو ال-M1 تسمى هي نقود التبادل تضم العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي اللي هي C زائدًا الوضاع القاري في البنوك اللي هي D يعني إيش في سياق هذه المحاضرات سيكون هنا تفصيل عن وضاع الموجودة في البنك للوضاع القاري ووضاع التخاري ووضاع الاستثمار لكن المقياس الضيق للنقود يعني أزيج المقياس ضيق للنقود يعترف بشيئين يعترف بالنقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي يعني الأموال اللي موجودة معك في الجيب أو في الخزينة أو في سوق نقد نقد حقك زائداً الوضاع القارية في البنوب لما نقول الوضاع القارية في فرق بينه هو الوضاع الآجل الموجود في الـ M2 الوضاع القارية أنا مثلاً على سبيل المثال أروح البنك الشيف أريد أفتح حساب في البنك لما أفتح حساب البنك معي خيارين نفترض أن هن في أقل الظروف نهن خيارين وهن في الأصل أكثر من خيار في أكثر من ثلاثة هكذا لكن يمكن نفتحنا حساب إيقاري أو حساب آجل حساب جاري وحساب آجل الحساب الجاري هو حساب فتحه في البنك لغرض سحب والإيداع فقط بدون ما معكش أرباح من البنك فقط كأنك معك شنطة في البيت طاحتها في البنك تسحب وتيضع مشيك شيكات أو بطاقة صرف الآلية أو ورقائها يدوية أما الحساب الآجل فهو حساب ودي عليها أرباح وبنك يفعل لك أرباح فالحساب الجاري البنك ما يتحكم بوش بشكل كبير. يعني تقدر تسحبها بأي وقت. اما الحساب الآجل الوضاع الآجل فانت لانك تستحق ارباح فانت يعني محدد ايش مقيد انك تسحب منها. البنك قد يجيب لك بنفس الوقت قد يقول لك بعد سنة قد يقول لك بناء على شرطكم واتفاقاتكم. اذا المقياس الضيق للنقود ياخذ في نظر الاعتبار العملة المتدولة خارج البنك او خارج جهاز مصري في زائد الوضاع القارية. الوضاع القارية لقناة الحساب القارية اللي هو تقدر تسحبه منه في اي وقت دي. في ملاحظات انه يتم السبعات بطاقات الاعتمان وبطاقات المدينة وارصد البنك البرك المركزي والبنوك الاخرى وكذلك الارصداء في خزائل البنك المركزي وخزائل الحكومة. المهم بغض نظر عن السبعات. النقطة الرئيسية انه المقياس الضيق للنقود من اهم النقاط في في مادة نقود بنوك المقاييس. المقياس الضيق اللي هو الشريحة الاولى اموان عبارة عن الاموال خارج البنك خارج الجهاز المصرفي زيدا ان وداع القاري في البنك هذه تطلق عليها النقد. قلوا اقتصادين لاحقين. قالوا احنا ضيقنا النقد لأقل حد ممكن. ينظروا نوسع شريحة النقد. لما يشي درسوا النقد طروا يوسعها. ايش قالوا? قالوا المقياس الواسع للنقود امتوج سمام قياس السيولة الاجمالي. هذك نقود التبادل هذو يسمام قياس السيولة الاجمالي. وهي شمال اموان. ايش هي اموان? المقياس الضيق للنقود. يعني كأنه رص الله خارج جهاز المصرفي. زيدا الوداع الاجر في البنوك. اي ايش ضافة له? ضافة لي? اضافة الوداع الاجر لقل سنة. الوداع الاجر هو ستفنين نهان سابقا من البنك. الان اعتمدوها نهان ايش? تضاف. زيدا وداع التوفير. وداع التوفير هي جزء هي نوع ثم اوداع اللي في البنوك لكไมناه تاخذ من مزايا الحساب الاجر جهاز مزايا اللي حساب وداع المطلقة وواداع الاجر. ايس نأتي لا تفصيح الاجر هناش أي أن مقياس M2 تساوي M1 زايداً أشبه النقود أشبه النقود اللي هي وداع الآقلة اللي قال من سنة زايد وداع التوثير ويمكن أيضاً أن تضم وداع الأسواق النقدية إذن الآن سوفنا مقياسين المقياس الأول M1 وهو عبارة عن نقود الموجودة خارج البنوك زايداً لحسابات القريف البنوك أو الوداع القريف البنوك المقياس الثاني M2 عبارة عن M1 اللي أخذناه سابقاً اللي عبارة النقطتين اللي ذكرناها بالإضافة إلى الوداع الآقلة لأقل من سنة لأقل من سنة وداع الآقلة زايداً وداع التوفير أجلوا بعدين اقتصادين آخرين قالوا ما كانت شريحة ضييقة في النقود في معنا من قياس ثالث يسمه M3 M3 هذا يستخدم في الدول المتقدمة ويضم M2 إيش هو M2 اللي هو عبارة عن M1 زايداً وداع الآقلة اللي أقل من سنة إذن يضم M2 زايداً إيش الوداع الاستماري الآقلة اللي هي أكثر من سنة الوداع الاستماري الآقلة اللي هي أكثر من سنة إذن لو قلت لكم بالإختبار وقل لكم الوداع الاستماري اللي هي أقل من سنة أين تدخل في أي شريحة بتقوله تدخل في المقياس الواسع النقود M2 ولا تدخل في M3 M3 تدخل فيه الوداع الاستمارية اللي هي إيش هي الآقلة اللي هي أكثر من سنة طيب أقصد متخش في الاموان لأن هذاك شامل المقياس الرابع هو مقياس السيولي الإجمالي M4 المقياس السيولي الإجمالي M4 يستخدم في الدول المتقدمة كمقياس السيولي الإجمالي ويضم M3 بالإضافة إلى أصول عالية السيولة مثل أذون الخزانة أذون الخزانة سيكون لها تفصيل لاحقا إن شاء الله سنتحدث عنها يضم M3 بالإضافة إلى أية أصول عالية السيولة مثل إيش مثل أذون الخزانة أرجو ما تنسوش النقاط الأربع هذا M1, M2, M3, M4 مهمة جدا كمقاييس إيش للنقود ولا تنسوها طيب أنواع النقود في تصنيفات أنواع النقود وفقا لمعدة معايير حسب ما هنواضحت معكم على سبيل المثال معنا أنواع النقود وفقا لمعيار المادة المصنع منها المادة اللي صنعت منها نقود معدنية نقود ورقية نقود الالكترونية واضحة أعتقد النقود المعدنية اللي هي المعدني والورقية الورقية والالكترونية اللي هي إيش ما بتغصر فقالي أو نقود نكتحول من شخص أو شخص من نقود الالكترونية وفقاً لمعيار الجهة المصدرين للنقود نقود حكومية يعني من هي الجهة التي تصدر هذه النقود حكومية أو يصدرها البلاك المركزي اللي هي نقود مالية أو نقود مصدر من البلاك المركزي أو نقود الوداع لدائش البنوك أيضاً أنواع النقود وفقاً لمعيار الأساسي اللي تقوم عليه النقود إما نقود معدنية أو نقود إيتمانية المعيار المرتكبة عليه أيضاً وفقاً المعيار الجيغرافي إما نقود وطنية أو نقود إيش أجنبية أخيراً وفق المعيار التطور التاريخي اللي هون أهم المعايير التطور التاريخي يعني مش أهم المعايير أقصد التسلسل التاريخي اللي تم نقود سلعية اللي كانت اللي قلنا فيه المقايضة كما ذكرناها نقود معدنية نقود ورقية نقود ائتمانية ونقود إلكترونية لاحظون نهان أيش مرتبات بالتسلسل أول حقيقة كانت نقود سلعية اللي المقايضة ثم جاء بعد الزمن تطور وأصبحت نقود معدنية اللي هي الريالات والحديد هذه معدنية ثم نقود ورقية صبح وتعمل بالفلوس بالنقد الفلوس بالورق يعني ثم نقود ايتمانية أو نقود مصرفية هي النقود اللي هي سنتكلم عنها لاحقاً في الساكل المحاضرة اللي هي إيش خلق الوداع خلق النقود في البنوك كيف البنوك تخلق تخلق الأموال الفكر الرئيسي أنه الأموال التي تنزل من البلك المركزية أو من نظرة المالية التي تنزل السوق هي لا تنزل بقيمتها الحقيقية تنزل ولما تنزل السوق تتضاعف في السوق وهذه من أهم النقطة اللي سنذكرها في سياق هذا الدرس ثم أخيراً نقود إيش إلكترونية وكما قلنا نقود إلكترونية اللي هي التحويلات بدون إيش بدون ما يكون فيه ورقة أو نقطة اللي هي الآن أحدث ما نوصل عليه في هذا إيش المجال هنا أيضاً نوضح لكم التطور التاريخي للنقود وأول شيء عصر المجتمعات البداية كيف كان التعامل لعصر المقايضة هذا الجانب كله تاريخي بحث وطلعوا عليه قراءوانتهم لكنه في بوت السلسل الأول شيء كيف كان عصر المجتمعات البداية كيف كانت التطور التاريخياً ثم عصر بزوغ النقود كيف بدأت تظهر ثم النقود في العصر الوسطى وتطورها وبدور بطواب الذهب والفطة كما سنراه في سياق هذا الدرس ثم أيضاً النقود في عصر الدولة الإسلامية وكيف يستخدم الدينار والدرهم وما إلى ذلك وأيضاً النقود في العصر راهين وتطوراتها في العصر راهين هذا موجود عندكم في الكتاب مسألة تاريخية وهي نظرية وأرجوكم تطلعوا عليه للأهمية أو للفائدة بتحتاجوها هنا خلاصة لهذا الفصل نكون خلاصنا فصل أول على عقالة خلاصة الخلاصة أيش؟ حتكلمنا عن أهمية النقود والبنوك في النشاط الاقتصادي تكلمنا عن أهمية النقود في المجتمع ليش جاءت النقود؟ ليش ما كانش مستمرس في المقايضة على ما هي؟ وعرفنا ليش إن النقود هي أرقبة بديلة لنظام القايضة ما فيش حاجة تغني عن النقود وثم دخلنا بأهمية دراسة البنوك ليش نحبين دراسة البنوك؟ في معنا قلنا في فصلتين في شرح مفصل عن البنوك أيضاً ما يخص طبيعات النقود وما هيتها عرفنا النقود وعرفنا التعريف العمل للنقود ودخلنا في أنواع النقود وثم كان آخر نقطة معنا هي التطور التاريخي للنقود وقلنا هذا يطلعوا عليه من الكتاب وهو عبارة عن مسألة تاريخية وفيه كثير من الشرح عن التطور التاريخي للنقود طيب ننتقل إلى الفصل الثاني ما استطعنا إلى ذلك السبيلة بإذن الله طيب فصل الثاني أيضاً سنأخذه بشكل يعني مستعقل قدر الإمكان يعني بما ي합لك من الأشياء المهمة التي تحتاج من توضيح والأشياء التي تحتاج ليسなくت스트 حتى ندخل في فصل الثاني نأخذنا فصل الثاني كما استطعنا وإن شاء الله المحضر القادمة نأخذه بكامراً سيكون لدينا في محضر القادمة إن شاء الله فصل الثالث وفي المحاضرة الأخيرة الفصل الرابع والخامس بإذن الله هذا الترتيب حقه يعني اليوم سنأخذ الأولى والثانية وقل زمن ثائثة في المحاضرة القادمة نأخذ الفصل الثائث كامل لأنه هو اللوب النقود والبنوك ثم سيكون في المحاضرة الأخيرة الفصل الرابع والخامس وإن شاء الله أن تكون الأمر واضحة بالنسبة لكم يتكلم الفصل الثاني أو اللحدة الثانية عن الأنظمة القواعد النقدية إن شاء الله سنشوف المحاضرة القادمة بعد ما خلص هذا الفصل لوحدة الثانية سنفتح المقال لنقاش نشوف مثلا نعمل المحاضرة القادمة بإذن الله هذا السؤال كان من أختكم مرغم طيب الوحدة الثانية يتكلم عن الأنظمة والقواعد النقدية خلاص النقود ومافهم النقود ومافهم البنوك يتخلص بالأنظمة والقواعد البنكية القواعد المرتبة للبنوك هذا الفصل الثاني يتكلم عن محور الرئيسيين أيضا والمحور الرئيسيين حسب ما هم ظهرت معكم في الشوشة في الشاشة تمام يا هارون بنتكلم عن موضوع هذا طيب كما يظاهر معكم في الشاشة معنا الأنظمة والقواعد النقدية هو جزء هذه الفصل الثاني هي جزءين الجزء أول هي أنظمة القواعد النقدية والجزء الثاني هي النظام النقدي الأنظمة والقواعد النقدية طبعا في تعريف أي شيء الأنظمة والقواعد النقدية وإش أنواعها ومعنا قاعدة المعدن الواحد قاعدة المعدن وقاعدة النقود أورقية لقاعدة أورق طيب أول حاجة خلينا نعرف أيش المقصود بالأنظمة والقواعد النقدية يقصد بالأنظمة والقواعد النقدية أو بالنقد ثلاثة محاور رئيسية أول حاجة النقود المستخدم في الدول أي نظام نقدي أو قواعد نقدية خلينا نسميه نظام نقدي فيه ثلاثة محاور فيه النقد المستخدم فعلا فيه المؤسسة النقدية التي تتعامل بهذا النقد سواء كانت البنك مركزي أو وزارة المالية وفيه أيضا التشريعات والأنظمة والقواعد التي تحكم هذه العلاقة الصراعيات تكون ملوك مع المنسق التعليمي بعدين نتواصل معه سنتكلم عن هذا الموضوع إن شاء الله طيب كما ذكرنا لجل أعمال أنا قواعد نقدية في معي ثلاثة محاول رئيسية مهمات أو ثلاثة مرتكزات للقواعد النقدية لأي قاعدة نقدية أو نظام نقدي النقود أول حق المستخدم وتاني شيء المؤسسة النقدية التي تختص بإدارة النظام النقدي من هي المؤسسة المختصة هي فعلا النقد الأصل مسؤولية البلد المركزي الأصل لكن تدخل فيه مؤسسة أخرى ثم التشريعات والأنظمة والقواعد والإقراءات التي تضبط هذه المسائل ومسائل التحكم في النقود وتحقيق الاستقرار النقدي طيب معنا أبرز خصائص النظام النقدي أبرز خصائص أول حقا لابد نكون مرين مرين نظام نقدي ليش مرين لقي استوعب أي تغييرات تحدث في النظام النقدي في الدولة في النظام النقدي في الدولة مسألة الضخم مسألة السياسة النقدية مسألة يستوعب ارتفاع أسعار غلاء أسعار يعني من أبرز الصفات حقه أول الصفة ليه المرونة الصفة الثانية هي الأولويات المتعددة والعدالة الاجتماعية يعني لا بد يكون فيه نوع من العدالة للنظام النقدي اللي ترتب بشيء من العدالة يعني السياسة النقدي المتبعة ما تكوش على حساب مثلا زيادة الغنيغنية وزيادة الفقير فقر هي عبارا النظام النقدي يكون فيه عدلة اجتماعية وفق أولويات متعددة أيضا لا بد يكون النظام النقدي فعال وكفوق ليش فعال وكفوق لأن السياسة النقدية كما قلنا الاقتصاد عادة أي اقتصاد في أي دولة يعاني من مشكلتين عادة قضية من واحدة من مشكلتين إما يعاني من ركود أو يعاني من تضخم إذا كان لا يعاني من ركود ولا يعاني من تضخم فالاقتصاد أيش معاتهم يمر بسياسة كفوة لكن في الغالب في الغالب أي دولة فيها إما ركود أو تضخم وفيه معالجة للركود وفيه معالجة للتضخم عن طريق سياسة نقدية يقوم بها البنك المركزي اللي ندرسل الآن حالياً له نظام نقدي وفي سياسة مالية اللي تقوم بها إيش وزارة المالية وطر أو أشياء إن شاء الله ستكون معكم في سياق هذه المحاضرة لكن مهم تعرفون أن سياسة النقدية تأتي من البلد المركزي وسياسة المالية تأتي من وزارة المالية مهم تعرفوا هذه طيب أنواع الأنظمة والقواعد النقدية اللي هنا طبعاً قابها من زمان تقريباً كأنها المهم قاعدة النقد السلعية السلعية قاعدة المعدن الواحد وقاعدة المعدن وقاعدة النقدة الورقية لاحظوا أنه تكلم عن تطور تاريخي تكلم عن تطور الأنظمة والقواعد النقدية تتكلم عن تطور تاريخي أول وحد هل هو قاعدة النقد السلعية هل هي النقد السلعية؟ اللي هم المقايضة اللي سلعها مقابل سلعة اللي كانت زمان ثم بدون يدخولوا بقةعادة المعدن واحد فكانوا اعتماد مثلا معدن ايش الذهب أو الفضاء بس معدن واحد فقط ولو خصائص أو أشياء سندرسها اتباعا في هذه المحاضرة ثم التطور المسألة وكانوا يشوفون أن الذهب قد يكون في مخاطرة قد يكون مثلا إذا كان معدن واحد قد يكون في نوع مخاطرة فاعتمدوا معدنين الذهب والفضة مثلا أو الذهب والبلاتين أو يعني المهم أصبحت معدنين ثم أخيرا قاعدة النقد الورقية اللي هي موجودة حاليا بغض النظر عن نقود دكتورين وما يذلك لكن القاعدة الرئسية هي قاعدة النقد الورقية طيب هو طبعا هنا تقوز قاعدة النقد السلعية لأنها قديمة وهي معدش موجودة المقايضة مش موجودة على الواقع الفعلي حاليا فدخل مباشرة بقاعدة المعدن واحد تعني أن تكون النقود أو وحدة النقد الرئيسي من معدن واحد كالذهب مثلا كانت تقول كم بصرف لكم راتب يقول له بصرف لكم مئة قطعة معدنية الذهب مثلا أصبحت المعدن هو العملة نفسه تمام التبعات المجتمعات البشرية قاعدة الفضة قاعدة الفضة نفسها قاعدة الذهب كممارسات فقط أن هذه تختلف مكوناتها وقيمتها عن الثانية قاعدة الذهب أول شيء يقصد هو نتيجة قاعدة المعدن واحد إما الذهب أو فضل اللي كانت متشرة بشكل كبير لكن لو درس قاعدة الذهب هي تغنيك عن دراسة قاعدة الذباء والعكس لأنها نفس سياسة الإقراءات المتبعة فيها قاعدة الذهب يقصد بها العلاقة التي تربط بين العملة المتداولة وكمية الذهب المكونة لهذه العملة لاحظون العملة نفسها مش عارف ما هي عملة أنا أو لا يعني على سبيل المثال هذا الليرة التركية معكم الآن هذه هي نفسها كانت سابقا هي ذهب أصلا مش معدن أصفر مش معدن أصفر الآن هي مقرد أنك تفقدك أنك فقط ذهب فعلا وليس مقرد عملة نقدية فكانت العملة هذه ومكونها لهم نسبة ثابتة مثلا لو نعمل هذه مثلا واحدة ليرة لو نشي ليرتين أعمل حجمين للذهب نفسه يعني الضعف حق الذهب هو عبارة عن ضعف الليرة يعني فيها نسبة ثابتة وفق وزنه معين وعيير ومحدد أيش من الذهب كان من خصاص هذه القاعدة أنه وجود علاقة بين كمية النقود المتداولة في الدولة وكمية الذهب التي بحوزت سلطات النقدية يعني ما كانت الأمور مفتوحة سنشاهد أو سنشرح ضمن هذا علاقات الذهب بالتداول في التداول النقدية لكن هناك علاقة فعلية بين كمية النقود المتداولة في الدولة وبين كمية الذهب التي بحوزت السلطات النقدية لأنها نايش كل واحدة لديها ما يوازيها ما يوازيها من نايش نلقيها الأخرى وجود علاقة ثابتة هذه الخصاصة قاعدة الذهب وجود علاقة ثابتة وقاونية بين وحدة النقود وهو وزن معين ووزن وعيير ومحدد من الذهب هناك علاقة قانونية تقول لكم نايش لما أعمل وزن ذهب مثلاً خمسة ميلي جرام معناتها هذا يعادل إيش واحد ريال سعودي مثلاً لما أعمل عشر ميلي جرام يعادل عشرين المهم أن في قاعدة قانون تغبط هذه الأمر النقطة التي تتليها ارتباط العملة الوطنية بالذهب جعلنا العملة الوطنية عملة دولية أيضاً كون الذهب سلاعة عالمية الذهب سلاعة عالمية فلما تربط بالذهب أصبحت أن العملة حقاك أصبحت معترفتها في الدول الأخرى ما لم نكري لو قبتلهم مثلاً مثل هذا اللي يروا هو صفر وذهب بيصلوا عنها ما بيعترفوش طبعاً هذا كما كانت تكلم عليه سابقاً لكن الآن في تغطية للذهب لهذا الأمر استعادة السلطات النقدية لبيع وشراء الذهب دون قيود يعني ما لم نستفقد قيمته لابد أن يكون ايش في هل الصوت عندكم واضح؟ في واحد من الطلاب يقول أن الصوت مطالع عنده الصوت صلتي واضح عندكم يا شباب على قريب الله شكراً شكراً إذن يا علي بن عندك شكراً شكراً لكم شكراً للسمية ونور والجميع شكراً لكم الشباب اللي هم قلقي من العملية العملية هو سهل إن شاء الله أوعدكم إن شاء الله أنه بديتوضح لكم بأسهل ما يمكن بس لأنه يعتمد على أفكار استوعبوا لأولية الأساسية حتى ننتقل هناك بسهولة إن شاء الله واتمنى تأخذوا هذه المحاضرة هي مهمة للاختبار والشيء لكن أخذوها كثقافة وكمعلومات بتحتاجوها يعني باعتبارك اقتصادي ومالي وإداري لا بتكون عندك خلفي أساسيات عن هذه الأمور كما ذكرناها عندكم بس ما يبدونك تأخرتي لكن إن شاء الله سنتكلم في سنة بعد ما نخلص هذا الفصل سنفتح النقاش بهذا الأمر أين وصلنا؟ موضوع استعادات السلطات النقدية لبيع وشراء الذهب دون نقل يدقلنا لو كان الذهب مش متاح للبيع والشراء للذهب كان سيرتفع سعر الذهب أو سنخفضه في آليات محددة يعني كان فيه سيقع فيه احتكار على سبيل المثال لذلك لابد للدولة وصلتات النقدية أنها تسمح لبيع وشراء الذهب حتى يتم تداوله كعملة أيضا من ضمن الخصائص حرية دخول وخروج الذهب من وإلى الدولة دون قيود دون قيود حتى يكون فيه سعر عادل للذهب مقارنة بالعالم ضمانة سلطات النقدية لقابلية العملة الوطنية التحويج الذهب بصورة مباشرة وغير مباشرة يعني الدولة لابد تكون ضامنة لهذا الأمر هذه خصائص هيش قاعدة الذهب طيب ندخل عند أشكال قاعدة الذهب أشكال قاعدة الذهب ثلاثة أشكال طبعا التسمية تقتل بشكل نوع ما لكنه هو تسمية بيقناب أو حسب ما رهمتنا والفعلي هو شيء آخر أول شيء من أشكال قاعدة الذهب هي صورة المسكوكات مش عارف هي بسين البصات بالكتب كتبها بسين لكن اللي يعرفون أن المسكوك بصات المهم علينا صورة المسكوكات الذهبية معاتوا أن هذه العملة هي ذهب نفسها ذهب يعني العملة نفسها يتعامل بالعملة نفسها وهي نفسها أصلاً ذهب هذا كان الشكل الأول من أشكال قاعدة الذهب بشكل مختصر يعني ثم انتقل إلى صورة السبايك الذهبية صورة السبايك الذهبية اللي أصبحت العملة عملة ورقية هكذا لكن لديها ما يوازيها من الذهب أصبحت كصورة وليست كذهب فعلي ما أصبحتش كذهب فعلي ثم انتقلت في الأخير إلى صورة الصرف بالذهب صورة الصرف بالذهب يعني إيش كأنه البنك المركزي أو البنوك تصرف عمولات لكنه في معي احتياطة الذهب موجودة عندها يعني على سبيل المثال الآن أكبر مشكلة تواقه يعني أي مشكلة تواقه الدولة مثلا قبل أن يدخل بمشكلة هذه في نقطة أحب تكون واضحة عندكم كثقافة اقتصادية وكمعرفة ولأنها مترتبة عليها وقهات نظركم قد تتغير يعني كما قلت لكم الاقتصاد قد يعاني من ركود وقد يعاني من تضخم قد يعاني من ركود وقد يعاني من تضخم الركود متى يحدث الركود عندما تقل الأموال في السوق الأموال ما فيه سيولة في السوق والسعوب مداركهم السيولة حق السوق هو سلعة النقد هي سلعة كأي سلعة أخرى كأنك تقول مثلا إيش البيض البيض حق الدقيقة هذه الموجودة في السوق لو كثرت في السوق تقل قيمتها ولو نقصت في السوق ترتفع قيمتها تمام فتصبح الأصل أن الاقتصاد يوازن في هذا الأمر ففي معنا مشكلتين قد واجه الاقتصاد إما إيش إما مشكلة ركود أو تضخم طيب متى إيش علاقتها هذا بالنقود هي علاقة هذه هي مشكلة سيولة في الأصل سيولة نقد إذا نقلت سيولة في السوق نقصت سيولة في السوق فمعنا نتعلم عنده ركود في ركود في السوق لكن لو كثرت السيولة في السوق فمعاتهن في تضخم تضخم إيش معها تضخم كثرت يعني مثلا أنتقضك تسلم أموال كثيرة وليت سلم الراتم حقاك راتم حقاك منه مثلا مئة ألف يدلك سنتين شوالات سنتين جوانية هذه مئة ألف حقاك العمولة الكثير عندك هذا تضخم معتهم في الاتفاع في الأسعار حقاك تمام واجب البنك المركزي نوازن بهذه الأمور طيب كيف يوازن إلا حصلنا وقت إن شاء الله حتى بالمحاضرة الثالثة أو لأي وقت بندخل في هذه النوع من التقافة والتعريف لكن قد يقول واحد بسيط الآن إذا مش موجود سيولة الآن طيب إذا ما موجود الآن سيولة معنا في السوق كيف أننا أستطيع السياسة المالية والنقدية رحاب رحاب تمام طيب بالضبط إذا قد يقول واحد أنا باعتباري محافظة الباك المركزي وقال شوف نفيه معي صعوبة بسيولة أنا بحركة سيولة لش ما حش المسكولة بسيولة وطبع نقد بطبع مش أنا باك المركزي وحك هذا يطبع منظائف البنك المركزي يطبع النقود أيضا هو بنك الإصدار هنا تكثر النقود في السوق وإي طبعات يطبعها في حاجة اسمها المضاعف سنأخذها إن شاء الله في السياق المحاضرة وهو مهم جدا يعني البنك المركزي لو طبع ألف بينزل السوق بيصبح عشر ألف وليس ألف هذه كما قلت لكم سنة سنة طيب الآن إيش اللي يمنع الدول أنها تطبع مثلا على سبيل المثال عندنا في الليمان في جنوب الليمان أو أقصد في الشرعية عندنا طبعات مبالغ مهولة ونتيجة عنه فارق العملة كيف الفارق عندنا في الشمال على الجنوب نتيجة طبعات النقدية طيب إذن إيش اللي يحكم ليش أي دولة ما هي عندها الحرية الكاملة لأنها تطبع النقود هي قضية الصرف بالذهب أو التغطية بالذهب لابد أن يكون الدولة لديها إيش إما ذهب في البنك المركزي يعادل النقدية التي تطبعها أو النقدية المقدمة في السوق أو أنها متحالفة مع دولة والدولة هي التي تضمنها يعني مثلا نحن نقول إحنا اللي تغطي اليمن اللي تغطي اليمن العملة اليمنية هي مثلا السعودية على سبيل المثال لكن طبعا سابقا كان بالضبط يا رحال لكن سابقا كان مثلا إلى عام بعد تسئين كانت الكويت قبل تسعين كانت العملة اليمنية قديمة القديمة كانت قوية قبل تسعين جاء بعد عام تسعين نديكة الحرب حق العراق والكويت حدثت أن الكويت تخلت عن عن تغطية العملة اليمنية يعني كان هي التي تدعمنا يعني هي التي تضمننا تخلت عنها فانكشفت العملة اليمنية أيضا عودات المغطربين أدت إلى مشكلات إيش العملات إذن إيش صورة تصارف للذهب تعني أن الدولة لابد أن يكون معها ذهب مغطي في البنك المركزي أو في خزائنها أو نمعها واحد ضمين خارجي لديه خزائن وأموال والذهب هو الذي يضمن العملة إيش المحلية طيب تقييم قاعدة الذهب هل قاعدة الذهب ممتازة قيدة سلبية كيف كانت في ناس لهم في لها أنصار في لها إيش ناس يخالفوا قاعدة الذهب أول حاجة حجة قاعدة أنصار الذهب إليش قالوا أنها يعني ممتازة جدا إيش كان الحجة حقهم حجة الكفاءة والفاعلية في تحقيق الاستقرار النقدي يقول لك أننا معي ذهب الآن والذهب هذا مضمون العملة هذه اللي طبعا يبي الذهب معاتون هي ذهب أصلا بقيمتها أقدر بيعها بأي وقت أو أقدرنا نعملها إيش المهمة تحقيق الاستقرار النقدي وكفاءة وفاعلية ثم إيش الحجة الثانية حقهم كانت حجة النقود الجيدة النقود اللي مغطة بضمن ذهب نقدر عملها في الخارج مثلا النقود حقهم ليس عبارة عن ورقة فقط يعني هي عبارة عن ورقة وورها ضحر على ما نقول وورها إيش عملة لها قيمتها ثم حجة الإدارة الإدارة التلقائية للنقود دون تدخل حكومي يعني النقود اللي في ضمن ذهب نتيجة البيع وشراء والأرض والطلب للذهب وهذا أنا أقدر مو شرط الدخل الحكومي نتيجة نوجود إيش قاعدة الذهب جاءوا ناس معارضين لقاعدة الذهب قالوا لا إنه إحنا معارضين لقاعدة يعني مش ما حققت شرف إدارة المرقوبة معهم إيش مبرذاتهم أول مبرر قال لك حجة تأثير العامل الأخرى قالوا إيش مو شرط نقود ذهب هو اللي عمل استقرار النقدي ورد استقرار التصادي في عامل أخرى غير الذهب يعني مثلا الطلب العارض حقكم يعني في عامل أخرى غير الذهب أنتم قاسوا تقولون الذهب هو اللي حقيقنا استقرار لا في أشياء أخرى غير الذهب ثم قالوا إنه حجة إنه يمود نظام الذهب عند الأزمات يقول لك إنه عند الأزمات أنا ما أقدر الذهب حقي هذا يعني ما يسلفني بالدرجة الكافية اللي احتاجي أنا قد يكون مثلا إيش لو بقع أزمة أنا ما أقدر شبيع الذهب حقي هذا أو إنه بقع حصار ما أقدر ستصرف الذهب بالخارج أو ما إلى ذلك المهم قالوا يعني قامت تخصصون عند الأزمات ثم قالوا إنه حقيقة الاستقرار لمتكافئ في الطلب والعرض حق الذهب إنه إيش الذهب الآن لو تشوفوا من حكام الله سبحانه وتعالى إنه من قديم الزمان والناس تغبوا الذهب وقميع الناس يبحثوا عن الذهب والمناجم تنتج ذهب تمام مع ذلك الذهب قيمته إيش قلت ارتفع ارتفع او نيش تحفل على قيمته تمام لو مخفضت تبقى ترتفع ثاني هذه إيش من حقائب أو من الغاز إنه إيش في إنتاج مستمر 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 الذهب ومع ذلك الذهب ما يفقدش قيمته مع أنه أي حقة في إنتاج كثرة إيش تقل قيمته كمية مناجم حالما سؤال حالما تنتج الذهب طيب ثم النقطة التي تليها كانت تقييم قاعدة الذهب فقط مع الظلات كما هي موجودة الآن الذهب كذهب فعلي والمبررات التي هي في الدول الكبرى على سبيل مثال أول شي تفاقم أزمة فائض الطلب على الذهب الذهب الطلب حقهم ومستمر رغم الإنتاج لكن كل ناس يذهب وأصبح تفاقمت أزمة فائض الطلب على الذهب أدل ارتفع الأسعار اللي نشوفوه حاليا بالذهب مثلا تبدل أولويات السياسة الاقتصادية الدول بعد الحرب يعني بعد الحرب الحرب العالمية الأولى والحرب الثانية العالمية الثانية أو بعد أزمة الكساد المالي العظيم اللي في عام 1929 أصبحت الأولويات الدول حقها في دول أصبحت أن تكنز ذهب تشري الذهب بطن وفي دول قال لك لا ما أحتاج ذهب أحتاج عملة أقنبية وفي يعني فتبدلت الأولويات للسياسة الاقتصادية ما أصبح كله نفس العام السابق كله ذهب يعني ثم انهيار أهم شروط وقواعد سريعا قاعدة الذهب مثل حرية الدخول وخروج الذهب يعني هيا هيا الصوت عن ما الصوت أتمنى أكون قريب آه طيب ثم كانت إيش النقطة الثالثة اللي كما ذكرناها أنه خلاص بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وبعد أزمة كسرة المريض العظيم ما أصبح الذهب يدخل وخروج بسهولة أصبح في له قيود يعني حتى نعرف هنا في بعض المغتربين مثلا الهند تحدد مقدار معين لدخول وخروج الذهب حتى فوق المرأة يعني إذا دخلت المرأة بزينة هاب الذهب يعني معهم محدد فقط وفي كثير من دول العالم يعني أنهارت أهم شروط حرية وخروج الذهب ثم يمود الأسعار هذه من أهم الأشياء التي أدت إلى انهيار قاعدة الذهب كما ذكرناها ثم انتقلنا بعد قاعدة الذهب إلى قاعدة المعدنين دخلوا في قاعدة المعدنين معدنين معدنين الذهب وفضاء مخلوط يعني على سبيل المثال كان في اليمن تقريبا قبل 62 تقريبا كان فيه معنا عملة العملة هذه مخلوط تقريبا منها 12% ذهب و25% في فضاء والباقي مثلا بلاتين أو ما لي ذلك يعني في قاعدة المعدنين يعرف بأنه العلاقة الثابتة بين قيمة الوحدة النقدية المسكوكات النقدية المصنوعة من المعدنين وقيمة وزن وعيار محددين من كل من الذهب ورفضة في آن وحد يعني عبارة عن دمج لعملتين محددتين شروط سريان قاعدة المعدنين لاحظوا أنها متوافقة مع شروط سريان قاعدة الذهب وجود علاقة ثابتة بين قيمة وحدة النقود بوزن وعيار محددين من الذهب ورفضة في آن وحد يعني أول سنقول مع الذهب فقط الآن لا وجود وزن ومعيار محددين من الذهب والفضة علاقة ثابتة بينها وحدة النقود ثم تمتع المسكوكات النقضية المصنوعة من الذهب والفضة أو الوحدة النقضية بقوة إبراء غير محددة في سلد الإلتزامات لابد لديها قوة في سلد الإلتزامات حرية سك وصهر مسكوكات والسرائك لابد تكون في حرية ما لا من بيصبح في احتكار أو بتقلل العملة مع الوقت طالما هي من المعدنين حرية تصدير واستيلات معدنين الذهب والفضة وهي نفس النقطة المكررة من الذهب أيضا الإنسجام بين القيمة الإسمية والقانوية المسكوكات النقض وقيمة السوقية التقالية للمعدنين والسلعية يعني أنا أقول أن هذه العملة هي مثلا 5% الذهب لابد أن تكون قيمة قيمة 5% ذهب قيمة 5% فضة طيب القاعدة الثالثة هي قاعدة النقود الورقية هذه القاعدة الرابعة طبعا قاعدة الأولى هي السلعية لما أخذناها السلعية لقنا عبارة عن المقايضات ثم قاعدة المعدن واخيرا قاعدة النقود الورقية هي القاعدة التي تكون فيها الوحدة النقدية والورقية النقود إلزامية بحكم القانون نقود إلزامية يعني أنا معي ورقة عملة هذه هي إلزامية بحكم القانون وغير قابلة التحويل إلى ذهب أو معدن آخر يعني ما قدرش نحويل هذه مثلا ليست ذهب الآن ما قدرش نحويل ذهب أصهير أو حويل إلى ذهب يعني هي أصلا هي الذهب وتعرف وحدة التحاسوب النقدية بالنسبة لها نفسها مع تمتعها بقوة إبراء غير محجزة هي مضمونة بضمان الدولة طيب يا رحاب المسكوكات أو السباكة التي هي قصدك في اللي ذكرناها سابقا لأن المسكوكات والسباكة هذه لاذي نقول طيب نعيد لها نحظوا خالكم معنا هنا هذه النقطة هذه كانت أشكال طعا الذهب صورة المسكوكة الذهبية والسباكة الذهبية وصورة الصف الذهب هذه النقطة التي تحب ها أنا لم أتكلم عن اللغويا وأقصد بغضان العالكات لا هي صورة السباك الذهبية يعني قصدوا أنها عبارة عن عملة ما لها علاقة بالذهب يعني أصبحت بس مضمونة بضمان الذهب المسكوكة الذهبية هي العملة كذهب إذا هي ذهب فهي تصبح مسكوكة الذهبية بس التسمية هذه طبعا هو لأنه المؤلف هو اقتصادي فهي تحتاج للناس مختصين بهذا الجانب يعني أما صورة السباك الذهبية فكأنها عملة بس مضمونة بضمان الذهب طيب ما يخص أن نصنق عادة النقود الورقية نعم ذكرناها ثم دخلنا بموضوع انتقادات الموجهة للنظام النقدي الانتقادات الموجهة بالضغط للنظام للنظام النقد الورقي أول حاجة نظام النقد الورقي وهي العملة سواء مثل هذه يبتكون نقدي ولا ورقية يعني أقصد أنه مش دهب في الأخير أول شيء الإفراط في الإصدار النقدي يؤدي للتضخم هذا من أهم الانتقادات له يعني أنا حقي لقد أصدر نقدي لابد أن أكون دارس الأمور بعناية لماذا؟ لأنه الإفراط في الإصدار النقدي يؤدي للتضخم هذه طبعا هي أعتبرها حكمة اقتصادية أو معلومة اقتصادية لا تنسوها شاذي إذا نقصت السيولة في السوق يكون ركود إذا زادت السيولة في السوق يكون تضخم التقلبات الشديدة في سعر الصرف العملة الوطنية حتى يضمن هذا النظام استقرار أو أسعار الصرف بشكل آلي كما كان حال يطلق عدد الذهب يعني نتيجة تتقلب أسعار الصرف العملة لأن العملة لا يوجد قيمة بذها هي مضمونة بذمان ذهب قد تكون لكنها ليست لها قيمة بحد ذاتها أي تقلب في سعر الصرف العملة الوطنية لما كان هو ذهب بحد ذاته أنت قادر تسيله تحول ذهب وتبيعه لكن العملة الوطنية لا هذه من أهم الانتقادات الموجهة له طيب حتى نختم هذا الفصل طبعا في معاني النظام النقدي في اليمن هذا عليكم تقرؤه وهو جانب تاريخي عن يتكلام على اليمن مقسمه إلى أربعة محاور النظام النقدي في فترة ما قبل وبعد الإسلام وثم النقدي في نظر لنظام الحكم العثماني ثم النظام النقدي بعد الحرب العامي الأولى وحتى عام 1962 ثم النظام النقدي من الثلاثة 1962 حتى الآن هذا هو جانب تاريخي يطلعوا عليه ويعني يحبوا تاريخ في جانب الشيق بس النقطة الرئيسية مثلا من العصر الحديث يعني إلى عام تسعين تقريبا ليذكروا كثير لكم أنا أفترض لكم يمنيين ما لم يكن في أشخاص آخرين كان في اليمان الشمالي واليمان القنوبي كل أحد ما عملة كان في ريال يمني في الشمال وفي دينار موجود في القنوب تقريبا على ما أذكر كانت الخمسة دينار القنوبي عادل 130 ريال يمني عموما من عام إلى عام تسعين لما حدثت الوحدة حدثت أنه في فترة انتقالية أن العملة تظل من عام تسعين إلى عام ربعة وتسعين تظل تظل ظلت العملة حقنا يتعاملوا بالعملتين مع بعض يعني سيتعامل برديال وسيتعامل بالعملة حق القنوب دينار القنوبي عموما ظلت عملتين الدينار ظلت عملتين إلى عام 1994 طبعا كانت من أهم مشاكل اختلالة الاقتصادية لاحظون بعد ثورة بعد الوحدة حدثت مشاكل اقتصادية في اليمن كان أهم أسبابها الرئيسية ثلاث أسباب أن الكويت كانت ضامن للعملة اليمينية ثم انسحبت الكويت ثم كان معنا عودت المغتربين بشكل كبير في عام 1990 بعد المشاكل التي حدثت ثم كان في معنا عملتين حدثت وحدة أصلا والوحدة حدث في اندماج نقدي وما ما زالت لدينا عملتين مع الدينار التي كانت مترتبة عليها إلى عام 1994 بعد حدثت في الحرب 1994 وبعد يعني أصبح بعد عام 1994 عملة وحدة فقط الريال يمني وبدأت تنسحب العملتين عشاء الدينار رويدين حتى الثلاث اللي ما علي هذه عليكم تقرؤوها وتطلؤوا عليها وإن شاء الله تفيدكم العلمات فيها جانب يعني المعرفي كبير ملخص لهذا الفصل الثاني حتى نخلصه بشكل يعني بشكل نجمع البينات اللي أخذنا هم حنتكلم الفصل الثاني هذا عن الأنظمة النقدية وقالنا الأنظمة القواعد النقدية فيها ثلاثة مرتكزات اللي متنسى الشيء نفسها ثم المؤسسة النقدية ثم التشريعات التي تحكم هذه المؤسسة النقدية ثلاثة مرتكزات لها ثم دخلنا في أنواع الأنظمة النقدية هن أربع طبعا هنا ذكرنا ثلاث أول واحد اللي هي قاعدة السلع ثم قاعدة النقود الورقية اللي اتكلمنا عنها. القانب الاخر كان من نظام نقدي في اليمن ما اخذنوش بشكل تفسيري. ما اخذنوش. هو قانب تاريخي الطلب عليه وان شاء الله انه يفيدكم. فقط ذكرنا ما يخص الوحدة وما بعد الوحدة وما بعد. هذا هو الفصل الثاني. اتمنى يكون واضح معكم. انا قابلت لكم خلاصة الفصل ملخص في شخص الكبير لانه الفصل في بو كثير اسهاب في جانب معينة. فحاوتنا الاختصالة في هيئة نقاط ومرتكزات. لا. بالنسبة لقاعدة الذهب ان الاساس للاستقرار السياسة النقدية لا. شكرا يا راوي يا الله يا كرميكي. شكرا شكرا كثيرا لكم. اتمنى تخذوا الاقتصاد يعني اكسبكم زبان للاقتصاد. اخذوه بنوع من المعرفة. لانه اصلا كما قلت لكم. العالم الان اصبح الحرب اصبح اقتصادية ولستة سياسية. يعني اذا انت جالس امي في الاقتصاد. يعني حتى تخيلوا مستقبلا. ما عد بيكونش في حرب اسلحة وما كده. حاصر دولة ولا دمر عملتها تنتهي الدولة. في ذلك المستقبل الاقتصاد بشكل كبير يعني. هو غصب عنك حتى انك تفهم الامور هذي. ما يخص الواحدة من زميلتكم رحاب. ما يخص ان هي اساس قاعدة الذهب. هي هي ايش نقول. ليست كاساس. هي وسيلة مساعدة. لانه استقرار السياسة النقدية هو في لها طريقتين. يعني اه كسياسة نقدية. اما السياسة النقدية اوش معها اداتين. وفي منفصلها اكثر من ادات. الاحتياطي حق البنك المركزي. ونسبة الفائدة. نسبة الفائدة والاحتياطي حق البنك المركزي. انك زيدها وتنقصها. هادي هي اساس的 استقرار السياسة النقدية. لكن كنقود أنت تحتاج كدولة لأنك تصدر نقود. لابد يكون معك ظاهر كما قلت لكم. ضمين. لما يكون معك ذهب موجود في الخزينة حقاك يضمن لك مثلا لو قل حقاك العملة ما مشات في الخارج. ما قولوها في الخارج. تقول لهم أنا أريد لكم ذهب بداله. لأنه في معاك مغطي. أو في معاك دولة تضمنك. هي تضمن أي شيء السياسات النقدية. أتمنى أنه يكون الشارع خفيف لطيف وضف لكم جزء المعلوماتكم بهذا القانب. إذا في معاك سيفسر قبل ندخل. بندخل السراحة عشر دقائق. بعد العشر دقائق إن شاء الله بنفتح النبد من الترتب بنرتب الموضوع مسألة المحاضرة القادمة التي تكون المحاضرة التي تليها ما تستكون ومسألة سلايدات والفيديوهات وما إلى ذلك. لكن قبل ذلك وندخل أيضا بالفصل الثالث نعمل أكبر جزء ممكن حتى نصل إلى يعني حتى نأجي المحاضرة القادمة وقد أخذنا وقد عندنا فكرة عن الفصل الثالث طيب إذا في وحد عنده سيفسر نفس سؤال الفصل أول الفصل الثاني الأشياءات مفتوح معكم أو لو حابين تفتح الصوت يكون شاكر كثير. أهم شيء كتبوا. كتبوا حلاخة بأي شيء. خلويني شعورنكم موجودين معي. يعني الصامت أنا شاعتبره فاهم شاعتبره فاهم كل شيء. عبدك الله يا دكتور ما أسرت والله. الله يكرمكم. الرواق ما عنديش فكرة عن مصطلح الرواق بالضبط لكن التضخم هو واضح. التضخم ببساطة شكرا يا مرام الله شكرا. ابتهى لله شكرا لكل أحد يرد يعني واللي ما يردش شكرا وهو فاهم. لكن اللي ما يردش وهو مش فاهم مش شكرا. التضخم ببساطة هو ارتفاع العام في الأسعار. هو ارتفاع العام في مستوى الأسعار هو هذا هو. طيب الآن الساعة ثلاثة وعشرين دقيقة عندنا أيضا رانصات العصر معنا عشر دقيقة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة نكون موجودين هنا حتى نستطيع أن ناخد أكبر قدر ممكن. شي ما. هو مشكلة لتباين العملات لأنه أصلا في عملات أقنبيه هذه مشاكلة دولار أصلا. تحرص الدول عادة أنه لأي عملة أقنبية تصارفها وتخلي العملة المحلية حقها. يعني تبني الثقافة عند المواطنيين أنه محتفظواش بوداعة أقنبية لأنه كما قلت لكم العملة نفسها هي مثلا الماء علبة الماء هذه إذا كثرت في السوق فهي تقلق قيمتها إذا كثرت مصنعين أو موجودت في تقلق قيمتها لو ما شاتنا السوق بتكون هذه بدل ما هي مثلا بريال بتكون بعشر ريال بتغلي العملة أيضا نفس الفكرة فالناس لما يقولوا يطلبوا المواطنين في الوداعة وما يطلبوا عملات أقنبية العملة المحلية أشي يقول باليمانية تبور تنخفض قيمتها ما حد يطلبها ما حد تشتيها نفس ما موجود مثلا الآن في اليمن الناس كلهم بحثوا عن الدولار فالدولة تحرص قدر الإمكان وأي واحد من العملة أقنبية حتى يطلبها حولها للعملة المحلية يعني على سبيل المثال هنا في تركيا عندنا الدولة قابت محافظة كثير وكانت من ضمن الشروط حقها مثلا شيء شريع عقار لابد أنك تصلب من دولار ليرا شيء تعمل أي حاجة لابد أنك تعيش تخلق طلب للعملة حقها هذه كانت البكرة إيش الرئيسية طيب نتقي في الثالثة والخمسة وثلاثة دقائقين إن شاء الله حتى ذلكم الحين أتمنى لكم قضاء عشر دقائق ممتعة نشوفكم على خير طيب خلصنا الفصلين الأولين اللي كانت موضوعي النقود ومفهومات وهميتها ودخلنا في موضوع الأنظمة والقواعد النقدية وخلصناها وندخل الآن في الفصل الثالثة اللي هو إيش البنوك والأسواق المالية فيه كثير من المعلومات القديدة والمفيدة يعني وفي بنوع من الشيط يعني يا قصد فإن شاء الله كنت تستفودوا من هذه المعلومات بشكل كبير واعتبروها برنامج مكثف أو دورام مكثفة يعني هذا الإحوار تتتكلم عن البنوك والأسواق المالية فيها خمسة محاور لكنها مستعبة بشكل كبير. تتكلم عن البنوك والاسواق المالية هذا المحاور الاول. ثم عن عملية البنوك التجارية وادارة الائتمان في البنوك التجارية. ثم ندخل في البنوك الاسلامي والبنوك الباك المركزي. سنرى الى ان سنصل في هذه المحاضرة والباكة ان شاء الله المحاضر القادم مركز عليها. واضح معكم ايضا الاهداف في شاشة ظاهرة معكم. يا ملوك ما قلت هنا انه غير مهم في الاختبار. هذا في الاختبار شوفوا عندكم المنسق او للجامعة. ما يخص الجانب التاريخ يا قصد. طيب. اولا شيء موضوع البنوك والاسواق المالية المفهومة الوظائف. هذا المحور الاول من محاضرات من الفصل الثالث. مفهوم الاسواق المالية. لاحظوا نحن نتكلم عن اسواق مالية. في معنى اسواق عادية في معنى اسواق مالية. في العادة المفهوم العام الاسواق المالية هي الاسواق التي تبع فيها الاسهم والسندات. يعني مثل ايش مثل البورصة على سبيل المثال. اسواق الاسهم والسنات هي الاسواق المالية ببساطة يعني. في لها عادة تعريفات هي اسواق رأس المال. هي اسواق الاسهم والسندات. هي اسواق الاموال الاستثمارية طويلة الاقل. وايضا تشمل ايش? المؤسسة الوساطة المالية من بنوك وصناديق استثمارية وغير ذلك. التعريف واضح معكم انها الاسواق التي تستسويها بتدفق الاموال المالية من المستثمرين. من خلال تداول الاوراق المالية لانها متعلقة بالاوراق المالية. بصورة مباشرة وغير مباشرة يعني بصورة مباشرة بين البيع والمشريئة وغير مباشرة عبر رصاء الماليين. بما يؤدي لها تعبئة المدخرات التعريف موجود عندكم في الكتاب وهذا هو تعريف ايش مفهوم او تعريف الاسواق ايش المالية. خصائص الاسواق المالية يعني كانوا هي بالذات مش خصائص كانوا يقول انواع او او ايش اه كانوا تكلام عن اه محاور محاور دراسة الاسواق المالية والحاجة السوق المالي السوق الم المفرد. الاسواق المالية الكفاءة الاسواق المالية واهمية الاسواق المالية. ايش هو السوق المالي? هو احد الاسواق هو وليس هي اعتقد بالمذكرة توقع. هو احد الاسواق الرئيسية التي يقوم على هي اي نشاط اتصادي ايش في المجتمع. السوق المالي هو السوق التي تتبع فيه الأسوق والسندات وهو أحد الأسواق التي يقوم عليه نشاط اقتصادي في الدولة هناك في الدولة أسواق أخرى مثل سوق السلع مثل سوق الخضروات المنطقة السوق الأسبوعية سوق عناصر الإنتاج مثلا البوترول مع أسواق خاصة بها مثلا سوق المياه سوق الأدوية and so much too أيضا في معانا سوق المالي السوق المالي الحالي يتعلم به ونشجربه الأسهم والسندات طيب يا دكتور أ PU يتكون القطاع المالي من السوق المالي مثل البورصة من السوق المالي مثل البورصة يعني يقصد وأيضاً من الأودائات المالية مثل الن 접 segundo المؤسسة المالية والسق الصناديق مثل الن ساتي الأس responsive ثم كفر survival والأدوات المالية هذا الرقم 2 والمؤسسات المالية الوسيطة والمؤسسات المالية الوسيطة هذا ثلاثة هذه مهم مسألة من ما يتكون القطاع المالي طيب إذن القطاع المالي تكون من ثلاثة محاور السوق المالي مثل البورصة الأدوات المالية أسهم أو صندات أو عقود خيارات أو مشتقات أو ما لذلك وإذن مؤسسات المالية الوسيطة بنوك صناديق مالية شركة تأمين صناديق تقاعد صناديق تحوط صناديق الدخار وما إلى ذلك ثلاثة محاور الرئيسية اللي لاحظون المؤسسة المالية هي بلعن مؤسسة وسيطة فقط طيب الأسواق المالية هي أسواق إيتمان أسواق إيتمان مالية يتم فيها فيها تداول السم والسندات وتمثل وسائل لتمويل الاستثمار هي أسواق إيتمان مالي يمكن التمييز بين المرحلتين أساسيتين مرت بها أسواق المالية مرحلت الاندماج بين المدخلين ومستثمرين ومرحلت الانفصال بين المدخلين ومستثمرين إيش هالمرحلة باختصار يعني المرحلة التي تمت التي تطورت موجي بها الأسواق المالية مرحلة الاندماج بين المدخلين ومستثمرين يعني المدخل نفسه هو المستثمر كان سابقا أنه أي واحد معه فلوس اللي الدخار 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 فلوس ثم راح يستثمر فلوسه هو نفس المدخل هو نفس المستثمر أتطور البورصات والسوق المالي وما ذلك أصبح المدخر موجود نفس المستثمر. لا. هو يدخل فلوس يدخل فلوس ثم يروح للبورصة ويشوف وسيط ويقول أنه معي فلوس شيء ستثمرها عندك وهو يديه لحد ستثمرها خارج فأصبح رحيش؟ بانفيصال بين المدخلين رحيش ومستثمرين من أمثلات الوسائل المالية البنوك التقارية التقارية تتعمل كوسيط بنوك مالية، بنوك اسلامية، شركة التأمين، شركة الاستثمار، بنوك الادخار، صناديق التقاعد، اتحادات الاعتمان، شركة التمويل، هذا من أمثال المؤسسات الوسيطة. أحيانا يطلق عليهم سماسرة، سماسرة اللي بيعوشروا بالأسهم. طيب، هذه الأسواق المالية حتى تكون كفوة لديها شروط لغرض كفاءة الأسواق المالية لابد أن تتوفرها شروط محينة. يعني أنا ليش معملش مثلاً بورصة في صنعاء على سبيل المثال؟ ليش معملش بورصة مثلاً في إب، ولا في عدن، ولا في أي مكان؟ ليش بورصة مثلاً موجودة في السعودية مثلاً؟ ليش موجودة مثلاً في ماليزيا؟ ليش مش موجودة في ديول معينة؟ لأن البورصة بحد ذاتها ليست هي الهدف، هي وسيلة أصلاً، تحتاج أنها تكون في سوق كفوة. إيش الكفاءة حق السوق هذا؟ إيش شروط حقه؟ أول حاجة، وجود هيكل متطور للاقتصاد الوطني من أبرز معالمي، وجود بنيان مالي ومصرفي متقدم. لابد أن تكون معنا هيكل مالي ومالي، إيش؟ الاستقرار ووسيلة، يعني عنصر أو شرط واحد فقط. إذن له معنا هيكل متطور لللاقتصاد الوطني من أبرز مع ماليل نبoa بنيان مالي ومصرفي متقدم، يعني مثلنا على على سبيل المثال في اليمن حتى قبل 2011، مثلاً كان في استقرار عندنا، لم أقوم بورصة زيادة، مش شرط إنه يكون في استقرار أمني مثلاً متغرضاً، لا! لابد أن коي أincome هيكل متطور بنيان مالي وثقافة مصرفية، يعني إيش؟ العق justice عنني فهم عمريega معناة السؤوم والسندات؟ أحد إهم sheetют consensus bitcoinNE dan any of you or the earners قليل طيب لو الدخات والمشتقات والوقود الخيارات توقع حتى معظم الطلب مش عارفين بها مثلا إذن لا بد أن يكون في ثقافة مصرفية أو حتى مثلا حسبات بنكية من هو اللي يفتح حسب البنك في اليمن اللي هو مضطر يسلم راتب تقاعد أو يقترض من البنك أو معه شيء معين أما الباقين ما حد يفتح حسب بنكي طيب الشرطة الثانية هو وجود قادر مناسب من الشركات المساهمة أنت بتبيعوا تشري أسهم الأسهم هذه حق من أصلا هي حق الشركات يعني مثلا في اليمن معنا يمن موبايل مع أسهم وبعض البنوك والشركات الأخرى لكن في لقيت معك بورصة بيع بيت وشري بأسهم لا بد أن تكون معك قدر مناسب من الشركات المساهمة اللي سيتم فيها عملية بيع وشراء أسهم أيضا الاستقرار الاقتصادي مهم جدا الاستقرار الاقتصادي كما ذكر واحد نزول لكم الاستقرار مهم أيضا الاستقرار الاقتصادي لا بد أن يكون مهم حتى أن الأسهم تخفض شقيمتها وترتفع قيمتها نتيجة متغيرات أخرى توفر بنيان تشريعي وقانوني راسخ ومرغوب عندنا مشكلة يعني بالأشياء هذه لا بد أن يكون معك توفر بنيان تشريعي وقانوني راسخ ومرغوب حتى نظام عملية أيشة البورصة أيضا تعدد وتنوع الأدوات المالية تربي حاجاتهم التعاملين في الأسواق وتفضلاتهم الأدوات المالية مثل الأسهم والسندات وعقودة الخيارات والأخرى التبادل للعملات لا بد أن يكون معك أيش أدوات مالية متعددة وليس تقتصر على أدو الأداثين فقط لا غير توفر قدر كافي من أنظمة الاتصال الفعال والكفوات تخيلوا من أننا نفتح بورصة ونباش معنا انترنت في اليمن تخيل مثلا ولا تفتح بورصة ولا ساعة عاش ونطفل الكهرباء مثلا ولا نكتشي إلينا البورصة سوق شاشات مفتوحة واصل وطلع السهم ونزل السهم قناة تحليلات وحلين وإعلام يعني لا بد أن يكون معك قدر كافي من أنظمة الاتصال والفعال والكفوات من أهم مشروط لكفاءة الأسواق المالية أهمية الأسواق المالية هل الأسواق مالية مهمة أو غير مهمة أو ما لذلك؟ يعني من نقاط أهميتهم من خلال الوظائف التي تقوم به وهي تعبيات المدخرات من تنميل التنميل الاقتصادية تخيلوا أن معنا الشخص الذي معه أموال يدخر أموال إذا لم يطرحوا بالبنك يطرحوا بالبورصة ويستثمارها بالأسهم والسندات في البورصة إذا كانت مقررة استثمار أسهم والسندات مالية فقط بعوش تريفة لا يوجد أثر في السوق المالي يعني القضية لا تنفعش للأقتصاد بشكل كبير لكن الشركة الإستثمارية التي نزلت أسهم هي التي تستثمر أما لو كانت مثلاً إيمان موبايل الآن إيمان موبايل مستقرة شركتها في معها أسهم في بورصة تصنعها نفترض لو كل واحد قام يستثمر أمواله يشتري أسهم حقاً إيمان موبايل ثم انتظر لما ارتفع السعيد ثم باع إيش متسفيدين نحنا؟ إيش الاستفادة لإقتصاد القومي حقنا؟ إيش التغيير الحدود أو لا شيء؟ يعني اللي حدود فقط التنمية الإقتصادية إن شركة قديدة إن شارد السوق نزلت أسهم أو الشركة سيتوسع نزلت أسهم لإيش السوق يدور ينمو ما ألم فيعتبره إيش اكتناز واكتناز الأموال في الإسلام من المحرمات أو من المذمومات يعني أنك تكتنز أموال موجودة في البيت لأنه من أهم المخاطر التي تهدد الإقتصاد الوطني بشكل عام هي مسألة إيش اكتناز بالضبط هي مسألة إكتناز الأموال لذلك الإسلام شدد عليها الذين يكتنزلون الظهب والفضة والذين يكتنزلون الظهب والفضة وطلب على أي واحد أنه يكنزل الفضة حتى الظهب وزكاة يجيبها حتى أنه تستثمر أموال في السوق يعني أنت تخيير أن البنك الملكزي اشتيع عليك سياسة نقدية مثلا على سبيل المثال اشتيع عليك مشكلة تضخم أو مشكلة ركود نزل الفلوس للسوق قلت لكم من الفلوس اللي تنزل للسوق هذي لابد أن تتضاعف وفق سياسة المضاعف اللي تشوفها إن شاء الله في المحاضرة هذه وفي المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هي من ضمنها جانب العملي كيف تتأثر السياسة النقدية على السوق طيب إذا البنك المركزي نزل مثلا مئة مليون هم موحد تاقير يعني مريش أخذ الفلوس وترحب البيت يعني أنا معي مئة مليون مثلا بأكو أرضية وخطو مئة مليون ترحب البيت إيش السفاد ليش نزل السيولة السوق البنك المركزي ليش ولا شي لأنه الأصل السيولة تنزل البنوك البنوك عمل بهم ضعف خلق إيتمان كل بنك كل بنك يقدر على الأقل يخلق مثلا عشرة أبعاف لإيتمان حقه أما اللي يكنزل المال في البيت فهو هذا هو لا فاد للمجتمع ولا فاد للناس ولا فاد بلاده ولا فاد نفسه لأنه عبارة عن اكتناز بدون تحقيق أيش بالضبط طيب أيضا زيادة الكفاءة أيش أهمية الأسواق المالية الأسواق المالية الوظيفة الثانية هي زيادة الكفاءة النظام الاقتصادي بوجود أسواق مالية يحدث تدوير الأموال يحدث تدوير أيش الأموال وتزيد الكفاءة بايعين المشتريين وكمية ناس شغالين على أيش لو فرضنا مثلا سوق سوق البورصة مثلما سوق القاتل عندنا بالإيمان مع الأسف للتمثيل هذا شوفوا الحركة حقه والناس واللي بيعوا يشتري البورصة نفس الفكرة وناس يشتروا أسهم بس الأسهم هذه غير يعني تبني اقتصاد أو خلق الاقتصاد يا ملوك سنأخذها في استخدام هذه المحاضرة إن شاء الله لا تساقي عليها تمام طيب أنواع الأسواق المالية ثلاثة أنواع الأسواق المالية أو ثلاثة وثقا لثلاثة معايير ليس ثلاثة أنواع قصية ثلاثة معايير توضح لي الأسواق المالية أول حاجة وثقا لمعيار الإصدار في معانا أسواق مالية وأسواق عيش ثانوية أسواق مالية وأسواق ثانوية الأسواق المالية هي الأسواق الأولية هي الأسواق الإصدار هي التي تصدر الأسهم يعني في معاني من مبايل الآن بفترض أن من مبايل هي الأسواق الثانوية يعني البورص الأسهم حقيته تدور في الأسواق الثانوية قال في معاني قد أصدرت أسهم فقط نتبيع تشري تنتقل الملكية من شخص لشخص أما الأسواق الأولى فهي الأسواق التي تصدر فيها الأسهم. يعني أنا عمتوا مثلا شركة جديدة تسموها شركة مثلا أي شخص هذه الشركة تعتبر الأول تنزل الأسهم تنزلها في سوق الإصدار ثم أسواق الأولى هي أسواق الإصدار أما أسواق التداول فهي عبارة تداول لأسهم زرت في أسواق الإصدار النقطة الثانية وفقا لمعيار استحقاق فترة استحقاق الأوراق المالية في معانا سوق النقود و سوق رأس المال حال النقطة هذه في تميز هنا وفي تميز بين الأسلالات بس لمن يصلوا إن شاء الله في معانا سوق النقود في معانا سوق رأس المال هذا عادة يأتي في الاختبار قد يكون مادة هذه أو مواد أخرى يعني عادة ما توجهك النقطة هذه وعادة تنتسأ لكن سوق النقود هي الأسواق التي تحرك النقود خلال فترة قصيدة لجلك لاحظوا نحن نقول أنواع الأسواق المالية وثقا لمعي فترة استحقاق الأوراق المالية متى تستحق إذا كانت تستحق أقل من سنة فهي سوق نقود وإذا كانت تستحق أكثر من سنة فهي سوق رأس المال أيضا تتمكن حنانة في المحاسبة أو في محاسبة التكريف تقليل تخjmيرها المصاريف الرأس المالية ومالية ذلك أسواق النقود هي الأسواق التي تدول فيها الأموال أو الأسهم التعريف أو التمييز مهم وثقاً لمعيار التداول سوق البورصة والسواق منظمة وأسواق غير منظمة وثقاً لمعيار التداول موقع التداول إما اسواق منظمة أو أسواق غير منظمة إذا هي السوق منظم فهو بورصة مع تشريعات وقوانين وشاشات وناس بوعو وناس شرعو ووسطة هكذا هذا يسمى بورصة. هو عبارة عن سوق مالي منظمة او اسواق غير منظمة مثلا ايش. صنفنا اليوم مثلا انا اليوم في اسطنبول بكرة رحت انقرة مثلا قلتوا نعمل لله السوق نقديمه بش بورصة عندهم. ايلا تعالوا نجتمع ايش معكم اسهم قال ايش معكم اسهم. وولا اجتمعنا مثلا بالليل باي حانة وكذا وبعنا واشترينا في اسواق غير ايش منظمة. هذي انواع الاسواق المالي وفقان لمعيار وفقان لمعيار معيار الاصدار ميار السعرق الاوراق المالية وايضا معيار موقع ايش التداول. طيب هيكل الاسواق المالية بناء على جمع بين المعايير السابقة اللي ذكرناها سابقا المعايير الثلاثة اللي ذكرناها. هتي معنا هيكل للاسواق المالية. اول حقا سوق الاصدار. اتكلمنا عن سوق الاصدار طبعا. لكن سناخده بنوع من التفصيل لاحقا. سوق الاصدار هو السوق اللي تصدر فيه الاوراق المالية. سوق التداول. السوق اللي تتدور فيه ايش? الاوراق الاصدار التي اصدرت في سوق الاصدار. سوق النقود. سوق النقود النقد الدولي. سوق رأس المال والأسواق المستقبلية كلها سنتلهم بالتفصيل في سياق هذه المحاضرة روايداً روايداً تباعاً يعني. أول شيء سوق الإصدار هو السوق الذي يتم فيه إصدار الأوراق المالية أو أدوات المالية لأول مرة. يعني كأنه مثلاً نقول أنا في بورصة إسطنبول الآن. في معي في بورصة إسطنبول سوق خاص بالإصدار وفيه سوق خاص بالتداول. أنا أسست الشركة جديدة أو وسعت الشركة حقيقة أو أصدرت أسهم جديدة. يعني أنا معي شركة رأس مالها مئة مليون لكن الشيء عمل توسعة. أحتاج مئة مليون فقط مئة مليون. فعمل إيش أنزل أسهم. قيمة الأسهم مئة مليون مثلاً ريال. أروح للبورصة لسوق الإصدار وقول لهم أنا في معي أسهم مصدرة جديدة. إذن في سوق الإصدار أصدر إيش الأوراق المالية الجديدة أو الأسهم الجديدة أو الأدوات المالية لأول مرة. من هم المتعاملين في هذا السوق؟ مؤسسة الوساطة المالية التي تقوم بشلال الأدوات المالية الجديدة أو الجهات المصدرة لأدوات المالية وقد تكون إما حكومة التي تصدر دون خزانة أو سندات الحكومية وإما الشركات الراغبة في زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة أو يعني اقترب من خلال إصدار السندات أيضا نشوفوا اللحظة هنا بين الأسهم والسندات نحن بنا نصل هنا في السيق هذه المحاضرة لكن أهم فارق بين الأسهم والسندات من الأسهم أداة ملكية الأسهم أداة ملكية أنا أتملك نتيجة إيشاء الأسهم أما السندات فهي أداة دين ووسيلة دين أنا لما أسجد دين أتدين بالضبطها راوية ورحاب طيب إذن كما ذكرنا خلونا نعيد بالنقطة هذه في بها أشياء مهمات شقر الزرق النال لتعامل وبه مؤسسات الوسط المالية أو القهات المصدرة في معها نقطة مهمة هنا لمساءة الأدون الخزانة أو السندات الحكومية اللي عاشوا بالليمان بفترة كثيرة كانوا يسمعوا كثير زمان فيه أدون الخزانة أدون خزانة أدون خزانة وما حد يستيعي بها أي شيء أدون الخزانة أو السندات الحكومية يعني أحنا من بعد عام 94 في اليمن من بعد عام 94 حدث تضخم كثرت العملة في السوق وحدث ارتفعت الأسعار فكانت الدولة استعانت بالسندوق النقطة الديولية أو الباكة الديولية فكانت من ضمن السياسات النقدية لمعالجة أثر زيادة العملة في السوق أنه اسحبوا العملة في السوق اسحبوها من السوق خرقوها كيف نسحبها عن طريق إيش؟ يا دولة أنت عمليء أدون خزانة أدون خزانة هي برعا سندات حكومية أصلاً مليء أدون خزانة اسحب الأموال من السوق حتى يتم معالجة إيش؟ هذه المشكلة بالضبط يا رحاب لكن كيف كانت؟ الدولة أصدرت سندات كانت لمدة 3 أشهور 6 أشهور 9 أشهور أو سنة 4 أنواع تقريباً كان الفكرة أنه الدولة تعمل سند مثلاً تقول يا بنك التسليف التعاون الزراعي جيب لنا مليار من اللي عندك يعني هي تعمل عطاء مفتوح مزايدات يعني بنزل عطاء اللي بيجيب مليار بل تجعله بعد سنة ويكون مليار ومئة مليون بيجيب لك ربح 12% طرعاً بغض نظر عن المسات الحلال والحرام وررباء وماررباء لكن هي تخذ الدولة تقترض تخذ الفلس من السوق وتجيب لهم مقابلها سندات أوراق هذه السندات فيها أن الدولة عندها لك مليار أو هكذا ونسترجع لك بفئة قدر هكذا كذا بعد كم؟ بعد سنة هذا اسمها إيش؟ أدونة الخزانة فالدولة أخذت الفلوس أول حاجة أنها كانت بحاجة الفلوس وطاني شي لا الهدف الرئيسي منها أنها تسحب السيول من السوق باستخدام أدونة الخزانة لكن إيش المشكلة اللي حدث طبعاً أول مرة خفت الأزمة الاقتصادية مني لكن إيش اللي يحدث؟ من عام 94 حتى الآن والأدونة الخزانة ما زالت تكررها الدولة تأخذ أدونة الخزانة سواء 3 أشهور أو 6 أشهور أو 9 أشهور أو سنة ثم تعيدها بعد الفترة يجيش شخص مثلاً بعد سنة قال يلا رقعوا لحقي مليار طبعاً الدولة الخزانة مش بسيطة مبالغ مهولة ليش؟ لأن المستثمرين فيها بنوك أو صندق تأمين أو صندق تقاعد أو صندق مسات مليوسة يعني مليارات مثلاً هي تقول بـ 100 مليار 300 مليار تجيش الدولة بعد سنة قد هي مضطر نتنزل مثلاً لو كان معي 1,000 مليار أخذته قد يمضطر تنزل 1,000 مليار للسوق ليش؟ لأنها حقاً ناس الفلوس فإيش؟ رقعت المشكلة مرة ثانية السيولة زادت في السوق مرة ثانية تقوم الدولة تقول الدولة نزلنا عطاء قديد لأذن الخزانة فالدولة تضطرت نزل عطاء قديد بفائدة أكثر إذن العمولة ما له يعني حل مؤقت وتتتدور في حلقة مفرغة حلقة مفرغة حتى مشكلة هنا حتى البنوك التقارية كانت البنوك التقارية يأخذ الأموال من الناس تقمعها تقمع عندهم 100 مليون ثم تروح تستثمرها أين؟ في أذن الخزانة ما تستثمرهاش في أصول حقيقية أن تبني بدون سكنية أو تمول مشاريع لا تروح تتجيب البنك المركزي تقرضوه أذن خزانة البنك المركزي يرجع المال بعد سنة بربح 20% البنك يجيب 15% للعميل و5% له فأصبحات الدولة تدخل في حلقة مفرغة هذه أذن الخزانة أو السنة الحكومية طيب السوق الثاني هو سوق التداول سوق التداول يسمى بالسوق ثانوي يعني الشركة لما اصدرت السهم أصبحت أسهمها في السوق فين يداولوها ما يحصل الى السوق الزار يدولوها في سوق التداول اللي يبيع وشتري أنا مثلا اشترك لي حتيتوا فلوس بعد سنة أوี่ بيعهم وللي بعد ستة شهر بيعهم بالسوق يعيش في التداول أو حتيتوا نفتح مشروع أو حتيتوا بادلها مع شخص آخر أو ما لذلك أو شفتوا إنه في الشركة الثانية طبعا كيف يزداد سعر السهم أو ينقص سعر السهم بناء على توقعات المستثمرين للشركة نفسية يعني أنا مثلا سعر السهم ألف ريال أخذتوا مئة سهم مئة ألف ريال الناس متوقعين إنه الشركات يومونوبايل بتربح بتربح مثلا خمسين مليار السنة هذي فالسهم يزداد حقيمة هذي كيف يعبع سنة قدوب معادش بألف قدوب ألف وخمس لو كانت الناس متوقعين إنه سهم بينخفض إنه الشركة بتخسر السهم بينخفض طيب من اللي حديد لك إنه سهم بينخفض ونسهم بيربح المحليين الماليين إذنك لو فيه واحد منكم مستقبلا نتخصص في مقالة تحليل مالي وتحليل سوقاتهم مرتباتهم من أعلى المرتبات يعني لأنك أنت قادرة تتنبأ بعملية شراء مثل أسهم شركات أرامكو بالضبط يا ريحاب تمام قوة قوة المركز المائي للشركة في شركة تقريبا قبل شهر تقريبا نسيت اسمها أنهارت تقريبا من ستة عشر مليار دولار إلى ستمائة مليون دولار للقفضات في شركة أيضا إماراتية قبل سنة تقريبا شركة الإيقار السيارات أنهارت أسهمها يعني بشكل غير طبيعي فاللي يصير إيش؟ إنه المحلل المالي يعني أنتها شي معك فلوس تريد تسات مرات ما تريد ترحها في البنك تريد تبيع شري أسهم تروح لعند واحد مختص بدلاسات القدوى ومحل المالي يقول له يا أخي أنا شي شري أسهم إيش أنا أحسن أسهم أو تقول له أنا أريد تشري أسهم شركة أرامكو كما قالت زميلتكم مثلا فهو يقول لك والله هذه الشركة مضمونة وضمونة الدولة مركز المالي قوي ربحها قوي سثمر لأنك الآن لو أخدتها بتحصيرها في بعض الأسهم ولو تبيعات بأي وقت فهنا تدخل اللعباء في هذا الأمر إذن السوق الثانوي السوق التداول هو السوق الثانوي وليس السوق الأولي لأنه سوق تداول في هذا السوق تتم إعادة التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراءا والتي سبقية الزارها في السوق عشر الزار يتكون من نيش من الأسواق تريد السوق البورصة أو بورصة المناطق أو الأسواق غير منظمة يعني البورصة العادية هذه هي السوق تداول وإضافة بورصة حسب المناطق مثلا قد تحدث الدولة تقول مش بورصة في صنعاء فقط رد بورصة في عدن بورصة في تعز في برصة حسب المنطقة نفسها أول أسواق غير من الضمانة الدولة تقول خلاص نعمل أسواق غير مؤقتة في إب وسوق مثلا فيه كذا وسوق خارجي وما إلى ذلك العملات الرقمية هذه قصة قصة إن شاء الله لو استعفنا الوقت بإذن الله يعني بالمحاضرة الرابعة أو الثالثة بل حول خاصة أسواق للعملات الرقمية مهم لكم تفهموا نعرفها بالقانب هذا ثالثا سوق النقود سوق النقود هو السوق الذي يتم فيه الإقراض والاقتراض لفترة قصيرة عادة تكون أقل من سنة مهم من نقطة هذه ما تتسوهاش السوق الذي يتم فيه الإقراض والاقتراض لفترة قصيرة عادة تكون أقل من سنة وتتمتع بإنخفاض المخاطر يعني اللي يقدم سوق النقدي عادة من الأدوات اللي مذكرة أمامكم السوق النقدي عادة طيب إذن السوق النقدي هو كما ذكرت لكم سوق النقود هو السوق الذي يتم فيه الإقراض أو الاقتراض لفترة قصيرة عادة تكون أقل من سنة وتتمتع بين الخفاض المخاطر لماذا ندفع المخاطر؟ لأنه كل ما خفضت المدة كل ما كانت أقل أقل مخاطرة فتداول الإقراض والاقتراض يتم فيهن في سوق النقدي لماذا الأدوات يتعامل في السوق النقدي؟ أدون الخزانة لأنه أدون الخزانة أكثر تمام طيب أكثر أحنا اتفقنا طبعا ما يخص لتذكير فقط ما يخص المحضرة القادمة هي يوم الأحد الساعات الثانية والنسب منتفقنا عليها طيب والمحضرة الثالثة يوم الأربعاء في نفس الوقت هذا ذكرنا أن أدون الخزانة هي مددها ثلاثة أشهور ستة أشهور تسعة أشهور سنة إذن أكثر مدل أدون الخزانة هي سنة فهي إضمت السوق يشأ النقود الأوراق التجارية شهادة الإيداع سندات القوة المصرفية تعاقدة إعادة شراء الإقراض الداخلي من البنوك هذه كلها من أدوات التي يتم تداولها أو القيام بها في سوق النقود مهم تحفظه التعريف والأدوات حقه يعني يتم فيه الإقراض التعريف في فترة أقل من سنة اللي بعده سوق النقد الدولي سوق النقد الدولي يقصد به قيام البنوك التجاري بالاحتفاظ بوضاع الدولار أو اليورو لدى البنوك التجارية في الخارج من تعريفة واضح كما قد تقوم البنوك المركزية بإيداع ما بحوزتها من عملات تجارية في بنوك الخارجية لغرض الاستثمار سوق النقد الدولي خارجيا كم تحتفظ البنوك أو المؤسسات أو الدولة نفسها بعملات في السوق النقدية الخارجية سوق رأس المال نفس أهمية سوق الإصدار وسوق النقد وسوق التداول يأتي أيضا أهمية سوق رأس المال سوق رأس المال هو سوق للإقراض أو الاقتراض طويل لقل أكثر من سنة تمام؟ يعني وحد يشتري أصول يشتري مثلا خط إنتاجي جديد يروح يختار من سوق رأس المال لأنه يجبون له سندات على أكثر من سنة تعتبر الأسهم والسندات أهم أدوات لإيتمام في سوق رأس المال بل ويعرف سوق رأس المال بأنه سوق الأسهم سوق الأسهم والسندات بينما أدواء الخزانة قناة تدخل في السوق النقدية قد يجيلك مضامنا صح أو غلط مثلا أو ختيار مبلغ واسف على سبيل المثال تختلف الأدوات المالية في أسواق رأس المال عن الأدوات المالية في سوق النقود من خلال المالي أول حول لاحظوا أننا نقلنا في سوق النقد في معنى أدوة الخزانة وشهادة الإيداء هنا معنى أسواق وسندات الأدوات تختلف عن سوق رأس المال مالي أول حول إن قابلتها بالتسجيل يكون أقل مقارنة به مثيلتها في السوق النقدي في السوق النقدي كل حاجة تسجيل أنه قصير للأقل يعني في مؤسسات وسيطة يعني هذه تتسجيل مرة واحدة وكفي سنة ثلاث سنوات أما هذه كثير القابلية للتسجيل موعدة حقاقها أكثر من سنة مخاطر الإفلاس أكبر أو خالينا نسمي أن نقولها أنها مخاطرها أكبر لأنها أكثر فترة كل ما درستم العائد المخاطرة في إدراء مالي إذا قد أخذتهم كل ما زادت الفترة كل ما تطلب منك عائد أكثر كل ما زادت المخاطرة مخاطر الإفلاس أكبر لأنها مدتها أكثر من سنة في سوق رأس المال يتم تداول عدد من الأدوات في السوق المالي أهمها الأسهم والسندات الأسهم والسندات باعتباركم درستم اقتصاد جزي واغصاد كلي ونقود بنوك وإدارة مالية وإدارة استثمار لابد أن تكونوا عارفين أشبعنا الأسهم والسندات وإش الميزة بيننا خلينا نشوف الأسهم بشكل عام الأسهم الأسهم هي ورقة قد تكونوا رقمت لهذه مكتوب فقط لأنها قيمة سهم سهم ورقمت لهذه مثل ما الشيء يعني أنه تمثل حقا عينيا مشاعن على أصول الشركة وعلى الدخل الصافي حقا عينيا مشاعن على أصول الشركة إيش معنى مشاعن يعني اللي معه سهم أنا وزعته شركة موبايل إلى ألف سهم أنا معي سهم إذا معي سهم أنا السهم حقيا أنا لا أعرف إيش هو أنا معي قزء من الشركة بس لا أعرف أنه قيمة الكمبيوتر الموجود ولا قيمة السيارة ولا قيمة كذا لا هو حقا عينيا مشاعن طيب يحصل ملك السهم على أرباح تعادل نسبة قيمة أصوم إلى قيمة أصول الشركة يعني إيش أنا معي 100 ألف أصول الشركة 100 ألف مثلا قيمة أصول الشركة 100 ألف ريال وهنا معي 100 ألف سهم إذن قيمة كل سهم مثلا 1 ألف ريال على سبيل المثال إذا كانت 100 سهم تمام كل عائد يحصل نسبته بالتساوي بين الأسهم أيش بالضبط يعني على أربحت وعادة نسبة قيمة أسهم من إجمالي أصول الشركة طيب النقطة التي تليها تختلف السندات من أن السندات تحصل على عائد ثابت بنوصل للسندات في سيقات المحاضرة مهم جدا أن تعرفوا أن السندات عليها عائد ثابتة الأسهم ما عليش عائد ثابتة الأسهم طبعا فيه فرق بين أسهم تزول الأسهم عادية سنأتي لها لكن السندات هي أداة دين وعلي عائد يعني لما أعمل سند حرر واحد سند مثل مشيك يقولوا أنا عندي لفلان بفلان مبلغ ألف ريال استحق عليه عائد ثابت قدروا مثلا عشرة بالمئة أو ألف ريال أو ما لذلك إذن عائده ثابت ما عليها علاقة ربيح الشركة وخسرت في ذلك مخاطره كبير السندات كذلك الأسهم ليست محددة بفترة استحقاق محددة الأسهم مش محددة يعني أنا أعمل سهم ما عليها علاقة أن السهم هذا مدته سنة فيه أنواع طبعا في الأصل السهم ما عليش تاريخ محدد فترة استحقاق محدد لكن السند فيه له تاريخ عائد محدد لأنك تقول له مثلا أنا أخذت سهم اليوم تعالي في ثلاثة وعشر في كم تاريخ اليوم في ثلاثين هداعاش ألفين ثلاثة وعشر خذ السند معارش قدره مبلغ قدره مبلغ 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 يعني بالضبط أددين قلوض بالضبط يا راوية طيب كذلك تنقسم الأسهم إلى أسهم عادية وأسهم متازة وأسهم دولية في العادة هي أسهم أسهم عادية وأسهم متازة وأسهم دولية جاءت الأسهم متازة كما سنا راهها لاحقا يعني الأسهم جاءت لوحد بتستثمر مع الفلوس شي سيثمرها يعني أهم شي شركة عقبته عقبته الشركة قال يمن مبايل القوي خلاص بستثمر فيها عمنا له سندات عمنا له أسهم وقال أسهم بعض وحد يجي مستثمر متحفظ يجي بعض وحد يقول لك يا أخي أنا ذا حمدك الأسهم هذه أنا مضمن شناء أشياء أنا الشيء الربح حق يشتو فرض فلس الشركة كيف تزع الفلوس طبعا بسناء تلافي سيقها للمحاضرة أو أنه يقول لك إيش يا أخي أنا ما تقلش تقولي أنا كما ربحتوش يجيب لك أنا أحدد لي الآن أنا معي ساهم صح بس الشيء ساهم حقيقي حدد الربح كم منه فهو يسمى إيش جاءت فكرة أسهم متازة تجمع حل وسط بين الأسهم العادية والسندات طيب خلين نشوف على تواليا أول حق الأسهم العادية الأسهم أول نوع من الأسهم هي الأسهم العادية تمثل حق مالكها في الشركة ولهو حق في الأربح بعد دفع حقوق حمل السندات بعد دفع حقوق حمل السندات الإبارة مهمة جدا إنه لما اشتري السند معاته أنا لحق بالملكية الشركة طبعا وثقا لعدد الأسهم اللي معاك ولكن في معين في الإيجابيات في العيوب مثلا أنا الشركة فلسط لا قدرها فلسط شركة بدوا يصفوه لما يصفوه أول حق يبدوا يصيدون سحب السندات لأنه سندين كما قالت زميلاتكم براوية بيقيوا بيقولوا يلا قمعونا سحب السندات شافوا سحب السندات منهم 100 ألف قالوا خلاص قبلهم 100 ألف كم ودري معنا فلوس؟ قالوا ودري معنا 50 ألف من تصفية الشركة نبدا بعدين اسهم متازة ها كمان اسهم متازة معنا كذا كذا قبلوا الأسهم صحبه متازة قبلهم ثم أيش أخيرا شوفوا الأسهم العادية وكيوغوا لهم أرباح إذا واحدرت خسارات تحمل من الأسهم العادية وإذا وحدرت إيش إذا بقت أرباح ياخذوких أصحاب الأسهم العادية بعدما ياخذوه أصحاب السندات أو أصحاب الأسهم المتأزة لها مميزات طبعا لا هي لها عيوب ولها مميزات لها مميزات إن أن الحق في الإدارة الحق في الإدارة بالضبط الأزامات تجاهل غير وسندات يتزامتها الغير طبعاً هذا بعد ما أصاب في الديون الأخرى غير السندات وما إلى ذلك طيب أي واحد معه أسهم أنا لو معي سند لو رحت للبورصة وقالك أنا أفكر اشتري سندات ولا أسهم سندات ولا أسهم ما تبقى تفكر هذا شيء تتحكم بالشركة لو ما تحكم باش لذلك سندات الأسهم مسألة يعني يضعون لها اعتبار صحب الشركة يعني لو اكتبعوا المساهمين العاديين يحقوا لهم صوتوا ويقولوا الإدارة بكله أو قفول الشركة أو ينقل الشركة بكل مكان وفق ترتيبات المعينة أي واحد معه أسهم له حق في الإدارة وفق الأسهم اللي معه فلذلك مش يقوله دائماً قررت الشركة اجتماع على المساهمين العاديين أو المساهمين غير العاديين أو اجتماع على عادي يحضروا المساهمين لأنهم معهم أسهم أصلاً أما اللي معه سندات لا علاقة بالسهم ولا علاقة بالإدارة فقط أنت معك علينا دين نجيب لك أن تنحقك مع الأرباح في إدارة يقول النقطة الثانية الحق في شراء نسبة محددة من أية أسهم جديدة من أجل الشفاف على نسبة معينة من الملكية يعني مثلاً الشركة يمنوبايل قررت عمل توسع رأسمالها 100 مليون الآن قررت عمل توسع نزلت أسهم جديدة من اللي حقوله شراء الأسهم الجديدة مش قلناً أنه نسترض من مركز المائي لإيمانوبايل قوي مليح والأسهم حق مطلوبات أو الأولوية لشراء الأسهم تعود للمساهمين السابقين يعني أنا معي شراء أسهم مشارة سند يعني من شركتين الشركة اللي أخذت منها سندات للحق لنشارك في إدارتها وللحق لنشتري أسهم من أي أسهم جديدة تترحى الشركة أو أي واحد تشتيبي أنا للأولوية قبل مغالكي أيش أسندات هذه أيش نقاط بسيطة مهمة طيب بعداً الأسهم متازة جاء حل وسط آخر اسمه الأسهم أيش المتازة تتمتع الأسهم المتازة بالمميزات أيش التارية جاءت الأسهم متازة حل وسط بين الأسهم العادية والأسهم أيش والسندات قالوا خالينا مش في ناس متحفظين قال لك يجي تجملي فلوس ومن دير البح والأخسر وتقولي إنك تصفي الشركة وتجي تقولي بعدين كيف تصفي الشركة وتجي من حسابي أنا ما ما يخارقني قابوا له محل وسط اسمه أيش الأسهم متازة لها مجموعة من المزايا أيش المزايا الأولى لها عائد محدد سلفانو في نظام الشركة مش قلنا السند محدد العائد فيه الأسهم ما فيش عائد يعتمد العائد بحل الأسهم المتازة هي أخذت من السند نتجيب مكتوب فيه العائد كمنون العائد محدد فأي سهم محدد فيه العائد يعتبر سهم ممتاز أيضا عائد يحدد كنسبة مؤوية من القيمة الإسمية قد يكون قيمة الإسمية حق السند هذا قد يكون قيمة مش شرطة نسبة من إيرادة الشركة نسبة أيش من قيمة السند نفسه مالكي الأسهم متازة لهم الأفضلية على مالكي الأسهم عند تصفيات الشركة إذن لما تصفي الشركة هذه نقاط مهمة استعبوها رقاءً وإذا أي وحد يحب أن نعيد نعيد لما تصفي الشركة لا قدر الله بغضا نظر عن الديون اللي موجودة للآخرين أول حاجة أبدأ أخذ من الأموال الحقي بعد نبيع الأصول والسيارات والمباني وصفي كل شيء أبدأ أسدد من أصحاب السندات ثم أصحاب الأسهم المتازة ثم أصحاب الأسهم العادية كما كافة الفلوس أو كما الفلوس كافتنا في هذا المجال طيب أن أخترت لها هي الأسهم الديولية هي أسهم أجنبية يتم بيعها وشرها في سوق سوق الأسهم الديولية يعني شري سهم دولي الدولات الشريحة ولا البنك الشريحة في سوق أسهم دولية مثلا أنا في إسطنبول الآن أشري أسهم في ماليزيا أو ما إلى ذلك في وحد يكون الصوت تقطع عنده هل الصوت واضح؟ هل في وحدنا الشباب الصوت يتقطع عنده؟ واضح الجميع أقول واضح المشكلة من عندك أخي أو أختي طيب السندات ندخل عند النقطة الثالثة اللي هي السندات تتكلمنا عن السهم والآن ندخل ليش في السندات السندات هو أحد أدوات المالية التي يستعمل للإقترابات السندات هو أدات دين السندات مثل ما الشيك كانك تعمل الشيك الواحد السندات يقيد لاحظوا حتى في الميزانية حق الشركات في الجانب الدائن في الجانب الخصوم السندات فوق وتحت في الملكية الأسهم إن شاء الله بنحل الميزانية البنك ونشوف كيف أين تكتب السندات هي أحد الأدوات المالية التي يستعمل للإقترابات يمثل السند تعحد على المقترض بدف مبلغ المقرض في موعدة الاستحقاق ودف على الفائدة في فترات محددة مثل الشيك لكن السند يباع أنا أقدر أبيعه مثلا في أسواق البورصة مقابل خصم معين مثلا يتمتع مالك السند بأسبقية الحصول على حقوقه أنت تصفيت الشركة قبل أنك الأسواق تكلمنا عن هذه النقطة باستفاضة وهي مهمة جداً هناك تشكيلات مختلفة من السندات مثل السندات الحكومية السندات الشركات والسندات الأقنبي هذه أي أنواع السندات سواء حكومية أو شركات أو سندات أقنبي أو ما لذلك سادساً الأسواق المستقبلية هي الأسواق التي يتم فيها التعاقد هي الأسواق التي يتم فيها التعاقد في الوقت الحاضر من حيث تحديد السعر والكمية على أن يتم التسليم والإسلام في المستقبل هذه من أحدث المواضيع الإدارة المالية أو تقيمة في إدارة الاستثمار أو في الأسواق مثلاً أو في النقود البنوك في حاجة اسمها أسواق مستقبلية يعني أنا أوقع عقد الآن بس ما فيش سلام وتسليم الآن الإسلام وتسليم هذا أين؟ في المستقبل فيها نوعين مشهورين اللي هي عقود الخيارات والعقود المستقبلية عقود الخيارات والعقود المستقبلية عقود الخيارات مثلا كانك تتفق مع شخص تقول له أنا بشتري منك مثلا أيش كانك معك عملة محلية بالليارة بقول له أشتري منك 100 ألف دولار أنا مثلا تاريخي الآن 1.12 أحتاج أشتري منك 100 ألف دولار في 1.1 لكن أنا خ wishes السعر الغلي أشترك نتفق الآن طبعا بغض النظر عن الرفاع والمشروعية وماเลهلك أشترك نتفق الآن أنا وأنت تبيع لي 100 ألف دولار بسعر معين مقابل علاوة معينة يعني مثلا 100 ألف دولار من 600 لعب 600 مليون أنا بتفعلك الآن نعتبره مثلا نعتبره من 620 مليون من 620 مثلا ومعك عمولة 1000 دولار تجي نهاية الفترة تقول إذا ارتفع سعر دولار تقول له هذا الدولار حقي وإذا انخفاض تقول له محتاج يعني أنت متاش ملزم بالوفاء فقط ملزمك تجيب له العمولة اللي اتفقت عليها إذا هي يعني لا تتبعش كم كثير لكنها من أسواق المستقبلية عقود الخيارات والعقود المستقبلية العقود المستقبلية نفس المشكلة اللي تحدث أو نفس ما يستخدم في النفط شراء وبيع النفط كيف يتم طيب ما فهمت في حد دي سؤال ما فهمت والله أش قصدته أفنان ما فهمت طيب عموما العقود المستقبلية من أهم العقود باعتباركم اقتصاديين ماليين محللين يعني أنا مثلا شركة انتق نفط أحتاج أن أنا أبيع النفط أحتاج فلوس لي أو شي انتق نفط الآن مثلا أخرج النفط وخاف أن أنا أخرج نفط ما يبتع إيه إيش اللي يحصل أوقعناه شركة وسيطة عقد اتفاق مستقبلي أقول له خلاص أنا ببيع لكم الآن بترول مئة ألف برميل له البرميل الآن سعره سبعين دولار وبيع لكم بثمانية وستين دولار مثلا الآن تسليم متى؟ تسليم بعد ثلاثة أشهور أقول له خلاص اتفقنا إذن الشركة هذيك ملزمة منه يدفع لك الفلوس أو أقل حاجة دفع مقدم لك الفلوس وملزمة منه يشتري منك البترول الشركة الوسيطة هذي ملزمة منه يشتري منك البترول بس هو طبعا مش مع مخازن وله هو مشتري للبترول هو إيش يعمل هو أخذ العقد حق البترول لا أضاء يجب سيسوقه يروح لعند دولة معينة مثلا رحل عند الحكومة اليمنية قال لهم في معينة السعودية من أرامكو مئة ألف برميل حقية قد شركوا أهل العقود بالتسليم بعد 4 أشهر أبيع أهل لكم أنا شهرتها 68 أبيع أهل لكم من 70 مثلا يجب سيسوق لما يحصل المشتري تمام هذه العقود المستقبلية تستفيد الشركة البترول إنها تنتقل البترول وهي ضامن نتبيعه ونفس الوقت تستفيد إنها قد تكون بحياة الفلوس فتيأخذ الفلوس قبل الإنتاج لكن تحدثت مشكلة كما حدثت أكيد تذكرتم قبل سنة تقريبا لما حدثت أزمة البترول اللي حدثت في أمريكا وأنه أنهار سعر البترول وصل إلى الصفر بل حتى وصل إلى سالب كم؟ 35 دولار لماذا معنا سالب 35 دولار معنات أنك هناك تقول لشخص تعال خذ البترول الحقي ونشد لك على كل برميل 35 دولار إضافي تخيل يعني كيف وصلت للمرحلة هذه نتيجة أزمة العقود المستقبلية لأن الشركة الوسيطة اشترت بترول عقود مستقبلية تسليم بعد 4 أشهر أقيا وقت 4 أشهر ما حصلوش مشتري اشتري البترول هذا أو بعد سنة مثلا ما لقوش مشتري فهم يقول لك كيف أعمل البترول طبعا مش نفس أي سلعة لابد لو أنت تستخلص من البترول أول حاجة ما تقدرش ترميبه للبحر صح مثلا القمح كما حدث مع الأسف يعني ولا تقدر تعمله في مخازن تبنيله مخازن إشيلك مليارات ولا تقدر تخزنه عندك لأنك أنت وسيط أنت معك سوق سوق مستقبلي أنت وسيط عندك ما تقدر أنك تبيع يعني تتخزنه عندك فقالوا خلاص يا أي شركة تقيت شول البترول بس تخارقني تخارقني من خارجها تقيت شول البترول وأنا بتفعلي 35 ديلر عن كل إيش عن كل برميل لذلك الدول اللي انتقات النق ما تضرراتش السعودية والإمارات وغيرها وقتر ما تضررات لأنها قد باعت نذكة بيع عقل مستقبلي بينما البسطة أهم نتضرروا هذه هي الفكرة الرئيسية طيب نزيد ندخل بشكل بسيط في عملية البنوك التقارية عملية البنوك التقارية نتكلم عن موارد البنوك التقارية واستخدامتها ميزانيات خلني بس نشوف الشاشات كان في رسائل تقريبا في السياق من هذه أفنان يا أفنان في السياق مثل حسابي ها فهمت حسابي حق الثاني رويد رويدان ندخل اليوم سنرى ينصروا إن شاء الله بحضرة قادمة بتكون فيها عملي إن شاء الله بس نأخذ الكتاب من الغلاف للغلاف بإذن الله ملزمة العقود المستقبالية ملزمة أكيد بينما العقود الخيالات ليست ملزمة شوفياتي من أهم الفارق اللي تفرق بينها طيب بالضبط يا رحاب موارد البنوك التقارية واستخدامتها هنا يتكلم كانوا في معاك ميزانية للبنك كما قلت لكم الكتاب نأخذوا من الغلاف للغلاف نظري مع عملي مع كل حاجة إن شاء الله نركز على عملي قدر الإمكان وعلى نظري ولا تكونوا تفكروا إن مساءات لقية اختبار فقط خذوا يعني يهضموا الموضوع وإن شاء الله بتشوفوا إنه ممتع موضوع الاقتصاد وتحليات الاقتصاد طيب موارد البنوك التقارية واستخدامتها ميزانية البنك التقاري يعني هو يتكلم عن ميزانية الموارد واستخدامة الأصول والخصوم تمام يتكلم هنا عن ميزانية البنك التقاري أول شي جانب جانب الله يكريمكم الله يكريمكم طيب ميزانية البنك التقاري معنا كما قلنا البنك التقاري هو نفسه شركة لو تعرفوا الشركة والميزاني حق الشركة في معنا هنا أصول وهنا خصوم أنتم توقع أنكم قدرستم محاسبة ألف محاسبة باء وقصادات وقصاد جوزية وقصاد كلية في معنى أصول في معنى خصوم في معنى نقدية الأصول مداولة وخصوم مداولة وخصوم مداولة وخصوم طويلة الأقال وحقوق ملكية نفس الفكرة حق الميزانية اللي بنك التقاري بالضبط لكنه أتوقع أن المؤلف مهم حاسبي هو اقتصادي فكان في مصطلحات هي تعني شيء آخر لكنه قصد بها شيء آخر سنوضحها في السياق بإذن الله أول شي جانب الموارد الميزانية البنك التقاري الميزانية جوانب الجانب الآيسر جانب الموارد أو الخصوم يتكون نحن اللي مش فهم عن ميزانية البنك التقاري أنا في معنى ميزانية مركز مالي نفس الشركات ونفس البنك في له جانبين جانب أصول وقانب خصوم والآن سنبدأ نتناقش عن جانب الخصوم ستعرفوا ليش نتكلم عن الموضوع هذا لأن العملية مرتبط أصلا بالجانب هذا فمعنا في جانب الخصوم معنا أول أول شي نقطتين معنا موارد ذاتية وموارد غير ذاتية موارد ذاتية وموارد غير ذاتية لاحظون هو تكلم عن جانب اتصادي بحدي تكلم عن موارد لو تكلم عن مقارب محاسبي هي معنا الخصوم مدولة أو طويلة الأقل اللي هي النقطة رقم باء يقصد به وحقوق الملكية رأسة من الحقوق الملكية اللي هي نقطة رقم ألف إذن الموارد الذاتية هي بلعة عن رأس المال لحقوق الملكية يعني البنك في حقوق الملكية لديه بنود هو البنت اللي هو الموارد الذاتية اللي هي رأس المال مدفوع من المساهمين إحنا أسسنا بنك البنك هذا في بلعة عشر ألف مساهم تجار وشركات وأشخاص دفعوا رأس المال هذا رأس المال هو رأس المال مدفوع من المساهمين في جانب الخصومات في جانب الموارد الذاتية هذا النوع الأول من الموارد الذاتية اللي بعده الاحتياطيات وهي نوعين احتياطات قانونية احتياطات اختيارية احتياطات القانونية هي التي سيتم فيها العملي بشكل كامل تقريبا البنك المركزي يفرض البنك المركزي على اي بنك ان يحتفظ باحتياطي قانوني يعني قد تكون 10% 15% 20% يعني مثلا احنا مساحمين اتفقنا انا وخمسة منكم مثلا وقالنا يلا نعمل البنك اقام عنا فلوس اخذنا التلخيص من البنك المركزي البنك المركزي بيقول لك خلاص كما رأس مالكم تقول له حقنا رأس المال 100 مليون وقل لكم خلاص القوانين هذي الايام تقول انه 10% مثلا احتياطي قانوني يظل عندي في البنك فاحنا نجيبوله من ال 100 مليون 10 مليون احتياطي قانوني موجودة في البنك المركزي هذي الاحتياطي تستخدم في عملية السياسة النقدية تخفيض وزيادة في السياسة النقدية وتستخدم ايضا عن تصفية البنك لو فلس البنك البنك يبدي سدد ان يسدد بعد ما يخلص تصفية البنك من الاحتياطي اللي هي موجودة ايش عنده إذن الإحتياطيين هنا يعني إحتياطي قانوني مع��요 إحتياطي ملزم موجودة للباق المركزي وأيضًا إحتياطيات اختيارية أحمل إحتياطية اختيارية فقال אנחנו pé أحمل إحتياط فوارق مثلاً إحتياط ايش توزيع أسهم جديدة مثلاً أو إحتياطيات غير المخصصة طبعًا إعمل إحتياطيات مكافأت أو إحتياطياتáb أمي أي أيه بند إحتياطيات إحتياطي قانوني أو إحتياطي النقطة الثالثة او المورد الثالث او النقطة الثالثة من جانب المورد الذاتية هي الارباح غير موزعة والمخصصات الارباح غير موزعة والمخصصات الارباح غير موزعة معي ارباح السنة الماضية حققته ارباح مئة مليون مثلا الاسسنة وزعة على المساحمين او استثمار بها او خليها عندي ارباح غير موزعة فيتظل في هذا الجانب في المورد ايش الذاتية المخصصات يعني تعرفون انتم في معنا مخصصات مثلا الديون المعدومة مثلا انا في معي ديون ماستطيع انها ايش معبدجيل الديون هذي أعمل ليه بخصص بحيث أن لومقات أحرق الديون أو لك الديون هذي أيضا بنفس الفكرة هذه القانب الأول القضية النقطة الأولى من القانب الموارد أو الخصوم الموارد الذاتي اللي هي عبارة عن حقوق الم miraculous هي عبارة عن رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأربعة غالموزعة والمقاصلات الجانب الثاني النقطة الثانية اللي هي اللي تمثل محاسبيا تمثل الخصوم المتداولة أو الخصوم طولية الأقل هي الموارد غير الذاتية أو الموارد الخارجية وهي أول حقيقة تصنيفها الودائع يعني الودائعCl إما وداع جارية أو وداع آجلة أو وداع باختار أو وداع ادخار أربع عنوى المودائع إما وداع جارية أو آجلة أو وداع باديخر أو وداع ادخار وأيضا القروض من البل الغياري والقوة البنكة encantهية هل يتدخل فيه بقانب الخصومات حتى تعرفها الآن السنة والإصدام기 السنة والإصدام كلها جانب خصوم. السندات والأسهم كلها جانب خصوم هنا. لكن الفريق ما هي؟ هنا سيكون معنا الأسهم في الموردة الذاتية. هنا سيكون معنا الأسهم. وهنا تحت سيكون معنا السندات. مبودت بشكل تفصيل عندكم في الكتاب. ممكن أن تطلعوا عليها أيضاً إضافية. هنا فقط ما يخص الوداع. أريد أوضح نقطة معينة مثلاً الوداع. الوداع القارية تكلمنا عنها تقريباً. يعني اللي تسحبه وتوداع من البنك طبيعي بدون أي مضايقات أو بدون أي شروط أو بدون أي شيء. الوداع الآقلة اللي هي وداع الاستمار المطلقة. المطلقة اللي عليها أرباح اللي تكون آقلة وفقه. متمعينة بعد سنة بعد سنتين. الوداع بيختار اللي هي تتفق مع البنك أنك تختره قبل. يقول لك تمام معك وداع انتي لكن قبل ما تجيب اللي غنيه أنك تسحبها مثلاً إذا تسحبها. الوداع اللي يدخل هي عبارة عن مزيق بين وداع القارية ووداع المطلقة. أيضاً معنا القروض من البنك مركزية كما ذكرت لها ووضحتها أيضاً أيش لكم. جانب استخدام الموارد الموارد أو الأصول هذا الجانب الثاني. أنا البنك مركزية مع ميزانية معه عبارة عن أصول وخصوم. أتكلمنا عن الخصوم. أهلا نتكلم عن أيش عن الأصول. الأصول حق البنك مش البنك مركزية عفون. عن البنك. جانب الأصول يتكون من أيش هو أول شيء ذكرها الاحتياطيات. الاحتياط هذه كمحاسبين ما هي هنا أصلاً موجودة هنا. بس هو قصود اقتصادي يقول لك الحاجة اللي حقك. اللي هي أيش معاك نقدية بالخزينة معاك نقدية في البنك معاك مخزون معاك مديلون معاك بضاعة. المطش الطالب اللي هو فاهم المحاسبة. أليف المحاسبة بتكون سهلة عنده الأمور هذه. يعني لا تربيش كم مساءة احتياطات. قاد جيت قولي ذا حين تالي احتياطات قلت تالي أول هي جانب خصوم. ليش اللي أنا خليتها جانب أصول. يعني هي ليست المقصود بهالي احتياطات اللي لكرناها سابقاً. هي عبارة عن أيش عن النقد المحلي بالخزائن نقد الخزينة أو الصندوق أو الخزينة. أرصدت الاحتياط في البنكة مركزية. أرصد النقدية في أرصد النقدية في شكل وضع لتالبنوك الأخرى. يعني أي سيولة موجودة معاك. سواء في الخزينة حق البنك أو في حساب البنكة مركزي أو آن أو في لدى حسابات البنوك آيش الأخرى. أرصد النقدية آيش اللي هي موجودة حقك. إذن الاحتياطات هو مصطلح اقتصادي ولسم حاسبي. ما الضبط أصول مدولة. ما الضبط. بعدها أرصدت الأصول الخارجية وتشمل وداية على البنك في البنوك الخارجية. هي نفسها تبع أصول مدولة لكنها خارجية ضمها كأنك تقول إيش حساب البنك الأهلي السعودي مثلاً. رصد بنك مثلاً سباء الإسلامي مثلاً في البنكة الأهلي السعودي. يعني هي برادة من أصول مدولة لكنها تخص موجودة في حسابتنا في بنك الخارجية على سبيل المثال. أنه طلت لها استثمارات قصيرة الأجل مثل شراء شراء دونك الخزانة الحكومية السنة الحكومية على السهم خاص من أوراق التجارية. قصيرة الأجل معتها ضمن المتداولة هي عبارة عن استثمارات. ثم إيش القروض والسلف. القروض والسلف هذه أيضاً ضمن إيش المتداولة. عند الأصول الثابتة أو المواردة الثابتة الأصول الثابتة معكم الاستثمارات طويلة الأجل. استمارة أصول شراء معدات وأصول وشغلاته ما إلى ذلك. طيب. أه. وصلنا إلى تقبل ساعة الرابعة نسفة الآن. فقط أه. بحاول نكتفي إلى هنا. أه. لكن ما يخص العمل أي يشاء الله فكرته. مسألة التلاعب لاحتياطيات لدربك المركزي. وكيف تخلق خلق المضاعف. يعني بيقول لكم نرده بسيطة على السيسة عندكم تج söyتقروب المتحدة لtrack الأذر بحاول أن يكون تعيش إلى العمل بال aj concerning. لما يجينا شرحها في اليوم الأحيات القادمة إن شاء الله تكون الأمور عندكم قد تكون عارفاً إيش الصعوبة فين بالضبط على سبيل المثال إيش المضاعف النقدي أو مضاعف الاحتياطي مضاعف السيولة يعني البنك المركزي مثلاً نزل مئة مليون للسوق حاسين في مشكلة مشكلة ركوت قال السوق بحقية مئة مليون نفترض أنه طبع طبع مئة مليون على سبيل المثال لما نزل السوق هو أصلاً كيف نزل السوق نزل هذا للبنك مثلاً البنوك البنوك يشفي معها احتياطيات تقول لهم تعالوا خذوا من الاحتياط عندكم ولا بدلوا لعملة طيب نزل مئة مليون للسوق نزلت الأولين للبنوك التقارية البنوك التقارية هذه يقع فيه خلق إيتيمان خلق وداع كيف خلق وداع يعني مثلاً أنا معي وديعة أريد أطرحها في البنك كم الوديعة حقي مثلاً مليون رح طرحتها في البنك البنك طرحها في الحساب حقي حق الوديعة البنك أول شيء ملزم أنه يطرح عشرة بالمئة من حقي المليون هذه احتفظوا على الأقام بل إنه موقعي بالاحتياطي القانوني مفرض علينا يطرحها في حساب خاص حتى أنه من احتياطيات البنك المقالي في البنك المركزي أي وداع عندك مثلاً عشرة بمئة خمسة وعشرة بمئة دي احتياطك ما تتصرف ليش ثم أخذ الباقي اللي هي مثلاً ثم أخذ ثمانمائة وخمسين ألف نحتفظ من 15 ألف مئة ثم أخذ ثمانمائة وخمسين ألف من المليون حقي وقام قراردول شخص آخر تمام الآن أخذ ثمانمائة وخمسين ألف على سيسنبير إيردها أقصط شهرية أو بيردها بعض شهر نسترض أن نبيرها قصط شهرية كل الشهر بسددناه مثلاً مئة ألف الشخص الأخير هذا قام ا ا daqui соответственно اشتري به مثلاً إيش أي شيء مثلاً اشتري به بترول مثلاً ولا اشتري به مثلاً بضاعة هذه المئة ألف اللي اشتري به بالباقي رقع الفلوس اللي أخذه الراجل قام أخذها ووضعها بالبنك مرة ثانية كما وضعها أصبحها 850 ألف أو وضعها نفترض أنه في البنك مرة ثانية في نفس البنك مثلاً لما وضعها في نفس البنك البنك بيأخذ 850 ألف بيخرج منه 15% مرة ثانية يخليه إحتاجة قانوني والباقي اللي هي نفترض أنها 700 ألف أقرضها لشخص آخر الشخص الآخر هذا قام شريبها من شخص شيء أو سدد بيه دين الشخص آخر الشخص هذا قام أخذها في البنك البنك قام أخذ 15% منها البنك المركزي والباقي قرضها فتلاحظ أنه تجي تشوف الأخير هذه المبلغ اللي تكلم عنها أصلاً هي مليون أصلاً كيف تحركاته الداولة هكذا فتشوف أنه حدثت مضاعف المليون يعني في لها نسبة تحسب هذه المسألة أخوذها للحضر القادمين إن شاء الله لكن بتكتشف مع الزمان أنه المليون هذي خلقت لي 800 مليون مثلاً أو كم؟ 8 مليون افترض له 8 مرات فلذلك البنك المركزي لما ينزل بفلوس للبنك في حاجة يسمى مضاعف هلية الخلق حق الخلق مضاعف يسمى مضاعف حساب القانوني اللي هو كيف تتخلق الودائع لدى البنو وهذه أهم موظيفة لدى البنك يعني البنك هم مش فقط أنه يخد فلوس من الناس ويستطرم ناس بس وظيفة أنه يخلق الاعتمان هذه فكرة إذا ما افتهمت لكم حنا سنعيد إن شاء الله المحاضر القادمين هذه النقطة بالذات وإن شاء الله أنه تتضح لكم بالصورة المبسطة وتكونوا اتصاديين عظماء إن شاء الله وتتضح لكم كل نقطة كل نقطة أعد بعض ما اتفقنا عليه سابقا المحاضر إن شاء الله يوم الساعة يوم الأحد الساعة الثانية من ناس والمحاضر التي تتليها في ميزة هذا اليوم إذا في أي نقطة أو أي استفسار من اللي أخذنا من بداية الكتاب حتى صفحات مش عارفة مية واحدة ومية وعشرين أو مية ومية ومدر وكام إذا في أي استفسار بهذه القناة بيكون سعيد جدا إذا حاجات يعني شو تستفسرون منها في المحاضرة القادمة تخصوا المحاضرة هذه في بداية المحاضرة نتطلق لها وأكون سعيد جدا أنكم تأخذوا المادة بمتعة وتستهدوا قدر الإمكان بإذن الله طبعا ما عرفتكمش منفسي في البداية لأنه كان في كثير قيل طلاب اللي حظن أنا أخوكم سعدا نخلاني من اليمن مقيم في إسطنبول أي معلومة أي سؤال تحبون تفسرونها جاهز وشاكر لكم كثيرا التعليقات اللي شوفها من رماء ونور والغير إذا ما فيش معكم أي سؤال فخلص يعني نقفل الدرس وعلى موعدنا إن شاء الله أخوكم سعدا نخلاني سعدا عبدالكريم نخلاني من اليمن ومقيم في إسطنبول ونشوفكم على خير بإذن الله إذا فيه واحد أي استفسار أنا سعيد جدا إن شاء الله ويعني بإذن الله أنه ما تنتهون المادة هذه لو أنتم أخذتم المادة ككرس مكثف يفيد لكم مستقبلا ويفيد لكم أيضا في الاختبار شرف لي أيضا شكرا لكم شكرا للجميع نشوفكم على خير بإذن الله شكرا لكم اشتركوا في القناة شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة